موسيقى بسم الله والابن والروح الكدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوانه إلى ظهر الدور كلها أمين زي ما قلتلكم قبل كده وأعلننا أن النهاردة هناخد أهم محاضرة في مادة اللهم المقارن وتكمن أهمية موضوع اليوم في أن يمثل أول خلاف حصل في العقيدة وأدى إلى انشقاق البعض من الكنيسة الأرثوذوكسية ده أول نقطة النقطة التانية أن هذا الخلاف مازال قائما حدث وما زال ساري هذا الخلاف موجود ونقطة الخلاف ده هيت زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت قلنا أو المرة اللي فاتت واللي قابليها أن في الانشقاق الأول حصل سنة 451 انقسمت الكنيسة أو انشقت بقى في الكنيسة الأرثوذوكسية العائلة الأرثوذوكسية اللي هي تشمل حاليا كنيسة الإسكندرية وإخواتنا السوريان الأرثوذوكس والأرمن الأرثوذوكس والأحباش والهنود الأرثوذوكس وكان الكنائس الخلق دونية كان ما بين الكوستنطنية وروما فكان فريقين فريق أرثوذوكسي وفريق خلق دوني الكنيسة الأرثوذوكسية من 451 إلى يومنا هذا ظلت متمسكة بإيمانها كم هو ما طلعش منها فروع أخرى خالص لكن الكنائس الخلق دونية تشعبت أول حاجة جنف القرن الحداشر انقسموا لروم وكاتوليك بسبب موضوع بساق الروح القدس فبدل مكان وعائلة واحدة بقى أم كام اتنين بعد كده جنف القرن الستاشر الكاتوليك انقسموا بقى فيه البرتسانت والكاتوليك وبعد كده قلنا تشعب البرتسانت لأنواع كتيرة من المذاهب في الإطار البرتسانتي عددها كبير جدا فالنقطة اللي هندرسها النهاردة هي أول خلاف وهو خاص بإيماننا في طبيعة السيد المسيح وده الخلاف بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الخلق الدينية بكل تنوعاتها لما بنقول كنائس لأنهما بقى كتروا انقسموا انقسام داخلي انقسام تلو الآخر قبل ما هندخل في الموضوع في بعض المصطلحات لازم نفهمها كويس عشان لما نيجي نتكلم فيها هنبقى عارفين مدلولة احنا هنتكلم بصفة خاصة عن طبيعة السيد المسيح فلازم فيه مصطلحات هنستخدمها منها كلمة طبيعة اوكنوم برسوب او جوهر هنحاول نشرح الحاجات دي باسلوب مبسط خالص لان انتو عارفين كل الحقائق الايمانية تتفق مع المنطق والعقل البشري لا تتعرض معه على الاطلاق فانسوا ان احنا بندرس لهد دلوقتي انا هسألكوا سؤال ببساطة قوي لو بدنا بالطبيعة احنا مثلا ممكن نقول فيه طبيعة بشرية مش كده والحيوان له طبيعة الملايكة لهم طبيعة الله له طبيعة اللي هو الطبيعة اللي هو دي نبدأ بنفسنا احنا بنقول احنا لنا طبيعة بشرية البشر لهم طبيعة واحدة ولا اكتر من طبيعة طبيعة واحدة يعني كلنا كده واحنا قاعدين ممكن نقول احنا لنا طبيعة واحدة طب ايه هي الطبيعة بقى الوحدة دهية بتاعتنا ما هي الطبيعة البشرية نعم اه يعني مكونات الطبيعة ممكن بيقول الانسان عبارة عن روح وجسد مثلا او الانسان كائن حي عاقل دي كلها بنشارك فيها كلنا مع بعض لما يجوا يدرسوا مثلا العلوم الانسانية او الانسان على المستوى الطبي مثلا بتبقى دراسة للانسان بصفة عامة تنطبق على الكل يدرسوا وتكوين التشريح للانسان وظائف الاعضاء وهكذا فدي حاجات كل البشر يتفقوا فيها صح يبقى هي بتعبر عن مهيتي مهية الطبيعة ايه الصفات اللي بتميز الانسان عن الحيوان عن اي كائن اخر احنا واحنا قاعدين دلوقتي لنا طبيعة واحد لكن هل لنا اقنوم واحد او شخص واحد ولا مختلفين مختلفين فكلمة الاقنوم او الشخص كلمة اقنوم ممكن تتقال شخص برضو على فكرة عشان فيه في ناس فاكرين ان الاقنوم ده لا يقال عن ال الا عن الله بس الاب والابن وروح الكدس لا اقنوم كلمة ممكن تستخدم برضو للبشر فيحنا كده كبشر لنا طبيعة واحدة لكن شخصنا واحد طيب الطبيعة البشرية واحدة يا ترى الاقنيم عددهم كام اقنيم البشر عددهم كام لا عايز رقم مزغوط ببساطة بعدد البشر عددهم هو عدد البشر طيب اذا كل واحد فينا له طبيعة ولو ايه اقنوم طيب كده كويس خالص ايه الفرق بقى بين الطبيعة والاقنوم بالنسبة للبشر لا انا اللي عايز يقولي يقولي يرفع عيده كده عشان نسمع اللي يتكلم قولي يا ابني طبيعة الصفات المشترك في كل البشر لما نظمونها مزبوط لو عايز اميز بينكم اميز بايه بقى ايه الحاجات اللي بتميزك عن انت عن اخوك اللي قاعد جنبك اسمك مختلف طولك وعارضك شكلك مختلف ايه تاني لا اصيبك من اللبس ده يعني خلينا الحاجة اللي ما احنا بنقول ايه الشخصية انت بتعرف الماء بالماء يبقى ايه الاغنومية او الشخصية كانسان كطبيعة بشرية هي جسم شكلك اسمك طولك عارضك ايه تاني هم ما ايه هي الصفات زي ايه ما احنا بنقول الصفات دلوقتي ايه هي بقى الصفات ديت نعم او وظيفته او خبراته في الحياة ايه نعم مضبوط يعني ايه سلوقه فكره فاذا بما ان الانسان بيتكون من جسد وروح وكلنا بنشارك في الصفات ده هيت فالاقنومية اللي هي بتميزلي او بتفردلي واحد عن التاني هي بتشمل مجموعة الصفات الجسمية والزهنية والسلوقية اللي هي سمات الجسد والروح مع بعض اللي بتميز فرد عن التاني دي هي الايه الاوكنومية يبقى اما اتكلم عن الطبيعة البشرية بصفة عامة لو بتكلم عن الطبيعة البشرية كده من غير ما يكون ما بتكلمش عن اوكنوم يبقى انا بتكلم عن نوع نوع البشر ككل حاجة معنوية كده لكن هقصت حد بعينه عارفين مثلا في الاطباء يدرسوا الطب بصفة عامة لكن اما ييجي بقى في حد حالة قدامه عايز يشوف المرض هنا ايه بالضبط يقوله ايه تشخيص تشخيص الايه ما يخص الشخص ده وضع ايه حالته ايه اذا يبقى الطبيعة اللي هي الصفات العامة اللي بتميز البشر كلهم بالنسبة للطبيعة البشرية الاكنوم او الشخص اللي هو الصفات اللي بتفرد اللي بتفرد الطبيعة وبتخليني اقدر اميز واحد عن الثاني او طالما بقى كيان ملموس قدامي ما هواش حاجة معنوية بتكلم على نوع معين اللي هو الطبيعة البشرية بتكلم على كيان ملموس فالكيان الملموس اصبح له فرديته له سماته اللي تفرده وتميزه سهل التعريفات ده بسيطة خالص ومنطقية وحلوة خالص طب ده بالنسبة للبشر نحن نحن كبشر طبيعتنا طبيعتنا مادية فمركبة نتكون من جسد وروح طبيعة مش بسيطة وبالتالي طبيعتنا واحدة لكن مش وحيدة متفردة في افراد كتير لنا طبيعة واحدة لكن ما هيش ايه وحيدة الطبيعة الوحدة دي متفردة في افراد كتير بعدد افراد البشر لو جينا اللي فوق معنا واخد بالي منكو ولو ان اللامبة دي مزغللة فعنية لكن شايفكو برضي بالنسبة للطبيعة الله بقى فهي الطبيعة السمات الطبيعية اللي تميز الله طب ايه هي احد الفلسفة يقول نحن لنعرف ما هو الله ولكن نعرف ما ليس هو او لنعرف عنه الا الحاجات اللي هو اعلنها عن نفسه فمثلا لو احنا عارفين عقلنا يدرك المحدود يبقى ما نيجي نوصف الله غير المحدود غير المدرك غير المحوي غير الزمني نعرف الزمني بقى هو غير الايه الزمني دي كلها صفات تندرك في صفات الله بصفة عامة فهو طبيعة الله غير طبيعة الانسان طبيعة الانسان مركبة طبيعة الله بسيطة له طبيعة وحدة لكن وحيدة احنا طبيعة وحدة لكن ايه مش وحيدة متفردة في افراد كتير لكن الله طبيعة وحدة وايه وحيدة عارفين لما يتقال واحد احد كلمة احد دي يعني وحيد واحدة وحيدة ده من حيث الطبيعة لكن الله اعلن عن ذاته انه له ثلاث اقانيم ثلاث اقانيم هو الاب هو الاب هو الروح القدس يبقى الطبيعة الى اللاهوتية الاب هو الله كله الاب هو الله كله الروح القدس هو الله كله لان طبيعته بسيطة ما تتجزقش التلاتة جوهر واحد غير نحن كبشر الاقانيم متفردة في اعداد كتيرة لكن الله هو نفسه يحمل الثلاث صفات الشخصية او الصفات الشخصية التي تقوم عليها الذات الالهية اللي هو الاب الاب الروح القدس الاب يعني الزات او الاصل الاب يعني الايه الاصل اللي هي جيت منها اب واحنا شرحنا الحكاية دي في مرحلة اولى لما خدنا السلوس القدوس فاكرين ولا نسيته والابن هو اللوغس هو العقل الاعظم افتكرتوا والروح القدس هو الرب المحي والتلاتة طبيعة ايه واحدة فاذا بالنسبة للطبيعة الله الله له طبيعة واحدة ولو كم اقنون ثلاث اقنين الطبيعة البشرية وطبيعته بسيطة الطبيعة البشرية طبيعة مركبة واحدة لكن متفردة في اقنين كتيرة عددها هم عدد البشر كويس كده كلمة جوهر ممكن تيجي مترطفة مع الطبيعة احنا نتكلم هحاول ابسطها لكم لكن بعد كده بنبدي كورسات متخصصة بنشرح الحاجات دي باكسر تفصيلا لكن انتو عشان لسه مبتدئين بنحاول نشرح الامور دهية باكسر بساطة فكلمة جوهر ممكن تيجي مترطفة مع ايه مع الطبيعة في كلمة تاني استخدامها قليل ومتعددة الاستخدام كلمة بروسوبن بروسوبن ممكن يتقال عليها شخص برضو لكن لو اردنا الدقة افرق بين الاقنوم والبرسوبن فالبرسوبن تعني الشخصية القانونية او الشخصية الاعتبارية يعني كان زمان مثلا العبيد ملهمش شخصية قانونية في المجتمع فالشخصية القانونية دي يعبر عنها بالايه بالبرسوبن او الشخصية التمثيلية يعني لو واحد هيجسد على المسرح شخصية معينة نول عليها بروسوبن اللي هو بيمثل شخصية معينة او احيانا تعني الشكل الخارجي او القناع حاجة خارجية او قرامة معينة زي مثلا الاباء الرسل نقول لهم قرامة رسولية واحدة اباء سقفة نقول لهم قرامة اسقفية واحدة يعني متحدين في القرامة قرامة الدرجة دهية وهكذا وزراء لهم نفس البرتقول الوضع بتاقي ما يخص كل وزير وهكذا يعني فالبرسوبن دي كلمة واسعة شوية مش هنستخدمها كتير لكن دي المعاني اللي ممكن تيجي بيها معظم كلامنا هيكون عن الطبيعة والاكنوم فهمنا التعريفات دهية ندخل بقى في الموضوع الشوية احنا طبعا نؤمن ان ربنا يسوع المسيح له المجد وكنستنا منذ بدء المسيحية ثابتة على ايمانها تؤمن انه ربنا يسوع المسيح هو الاله المتجسد او الاله المتأنس كامل في لهوته وكامل في نسوته لكنه واحد لما شرحنا التجسد وقلنا وكنا شرحنا قبل عقيدة الفداء طبعا الحاجات دي انتو درسوها مش عادة وانا لكي يتم الفداء كان لابد من التجسد لكي يتم الفداء كان لابد من التجسد الكلمة صار جسدا عظيم عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا اسقط تشارق الاولاد في الدم واللحم الشرق هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس فالله ظهر في الجسد وقلنا ان التجسد تم فيه احشاء السيدة العزراء لما قلت له كيف يكون لهذا ولست اعرف رجلا قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يضع ابن الله فالروح القدس هو اللي هيقول هيأت لجسدا الروح القدس كون الجسد من السيدة العزراء بس ايه خلي بالكوا بقى من نقطة معينة هو مش كونه الاول وبعد كده اللي هو تجي اتتحت بيه لا ده في نفس اللحظة في اللازمن اللي بقى النسوت موجود فيها من اول خلية من اول تكوين ووجد متحد باللهوت ان لهوته لا يفارق نسوته لحظة واحدة ولا ترفض عين منذ لحظة التجسد متحد بيه لم يكن هناك وقت في نسوت موجود واللهوت مش متحد بيه فاتحد اللهوت بالنسوت فصار ربنا يسوع المسيح هو الاله المتجسد وبالاتحاد صار له طبيعة واحدة من طبيعتين طبيعة واحدة تشمل خصائص الطبيعتين هي طبيعة الاله المتجسد فنؤمن ان الله ظهر في الجسد وبالتالي نؤمن ان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الاله المتجسد له طبيعة واحدة واقنوم واحد صار صار هو الاله المتأنس الذي يجمع كل الخصائص الطبيعية والأقنومية لكل من الهوت والنسوت معا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لما اللهوت اتحد بالنسوت احنا قلنا اللهوت الله له طبيعة واحدة لكن له قم اقنوم ثلاثة بأي اقنوم اتحد يعني الطبيعة اللهوتية اتحدت بالطبيعة البشرية الطبيعة اللهوتية بأي اقنوم الابن لانه يقولها الكلمة صار جسدا فطبيعة الله بصفته الله الكلمة صار جسدا طب لما اتحد بطبيعتنا اتحد بطبيعتنا كلها ولا طبيعة لها فرديتها طبيعة لها فرديتها لان ربنا يصعى المسيح نسوتيا كان مميز عن بطرس ويحن زي ما بميز كان له شكله لسماته النسوتية اللي تميز عن الآخرين فاتضح اتحد بالطبيعة بشرية لها ايه اوكنوميتها وبالتالي زي ما شرح الاباء صار فيه اتحد طبيعي واتحاد اوكنومي صار فيه اتحد طبيعي واتحاد اوكنومي لكننا نؤكد ان النسوت طبيعيا واكنوميا وجد متحد باللهود لم يكن له وجود صابق زي ما قال البابا كيرولوس عمود الدين الكلمة صار انسانا ولكنه لم يتخذ انسانا من البشر الكلمة صار انسانا ولكنه لم يتخذ شخصا من البشر يعني مش فيه واحد شخصية قائمة بذاتها وبعدين جيت تحت بيها واتخذ لأ ده هو نفسه صار انسان فصار هو ابن الله وابن الانسان فان واحد له طبيعة واحدة واقنوم واحد يشمل كل الخصائص الطبيعية والاقنومية لكل من اللهوت والنسوت وطبعا كل الحقائق اللهوتية بنستمدها من الكتاب المقدس ومتعليم ربنا نفسه في الكتاب والاباء الرسل هو نفسي والانا والاب واحد طب الاب والابن واحد في الجوهر والطبيعة ولا واحد في الاقنوم في الجوهر والطبيعة صح لما بيقول أنا كان بيقولها في حالة التأنص والتجسد واللي قبل التجسد والتأنص مين اللي بيقول ده الاله المتجسد فلما بيقول أنا أنا دي كانت تشمل اللهوت والنسوت فإذا كان الكلمة الكلمة صار جسدا أنا أنا والاب واحد وزي ما قلنا ان الابن واحد مع الاب في الجوهر والطبيعة فلما يقول أنا والاب واحد وهو بيقولها أنا كان في حالة التأنص يبقى واحد فين في الطبيعة بالاتحاد طب ازاي الحكاية ده هي أبقنا يشبهوها زي اتحاد الحديد بالنار زي اتحاد الفحم بالنار في حتة الحديد أو الفحم المتقدة تبصت لو هي نفسها تشمل كل خصائص الفحم أو الحديد وكل خصائص النار كل خصائص الفحم والحديد لها كتلة ولها وزن ولها حجم ولها صلابة أو يمكن أن تلمس يعني كل خصائص الفحم أو النار موجودة لم تفقد وكل خصائص النار أيضا موجودة من التوهج والالتهاب والحرارة وما إلى ذلك ده كان إيمان كنيستنا ومزال ماشيين مع بعض فاهمينه طب ما للخلاف جيز زي بقى عشان نشرح الخلاف لابد أن ناخد فكرة لو فهمناها هنفهم الموضوع كله وماشي زي بعد كده في حاجات أساسية سي التعريفات اللي قلناها لازم نعرفها كويس زي شرح اللي قلناها إيمان كنيستنا إيه زي الجزئية اللي هنقولها دلوقتي كيف حدث الاختلاف كان في بداية المسيحية كان أعظم مدرسة لهتية في العالم المسيحي كانت مدرسة الإسكندرية يقابلها ويناظرها من جهة أخرى مدرسة أنطاقيا دول كانوا أكبر مدرستين لهتيتين في العالم المسيحي القديم لكن كل مدرسة كان لها خلفية فكرية وفلسفية تختلف عن الأخر نبدأ بمدرسة الإسكندرية أنتوا عارفين كان في الإسكندرية أعظم مدرسة علمية في العالم بمسابة جمعة وكان كل الفلسفة والعلماء يحرصوا أنهم يجوا الإسكندرية يتزودوا بالعلم والمعرفة من مدرسة الإسكندرية مدرسة الإسكندرية كانت متأثرة بفلسفة أفلاطون من النحية الفلسفية أفلاطون كما هو معروف واللي فيكو درس فلسفة أو أرى عنها يعرف أن فلسفة أفلاطون تميزت بسمات معينة منها الميتافيزيقية كان ميتافيزيقي يعني ميتافيزيقي ميتافيزيقي الفيزيقي يعني ما وراء الطبيعة فكان أفلاطون يؤمن بما وراء الطبيعة بعالم الروح بالعالم الروحاني ده كان إيمان أفلاطون وفلسفته وبالتالي لما يجوا يحاولوا يدرسوا أمر من الأمور فكل موضوع بيبقى له مقييسه ما هنيجي ندرس فيزياء أو كيميا لها معايير في القياس والحساب معايير مادية ملموسة تصلح لدراسة مثل هذه العلوم لكن لما يجي يدرس بقى في ما هو وراء الطبيعة فما يقدرش يستخدم المقييس المادية والمعايير المادية في تقييم مثل هذه الأمور أبعنا كانوا متأثرين بهذه الفلسفة وهذا الفكر أهلهم وساعدهم لدراسة اللهوت المسيحي لما دخلت المسيحية مصر لأن الأمور اللهوتية والدينية تندرك تحت الميتا فيزيقية ما هيش حاجات مادية فالحقائق الإلهية والدينية أما اتعاملوا معاها اتعاملوا باحترام وأغضعوا عقولهم لها لم يغضعوها للفحص الفيزيقي المادي الكيميائي أغضعوها ولكن تعاملوا معها بمعايير روحية غير مادية أيضا ولسيما أن الحطائق الدينية واللهوتية كلها لا تتعارض مع العقل البشري على الإطلاق ولكن يمكن لبعض الأحيان يصعب إدراكها كما ينبغي ممكن ما نقدرش ندركها بالكامل لكن مش متصدمة مش متعارضة مع الفكر ومع العقل ومع المنطق فإيمانهم بهذا الفكر أو منهجهم بهذه الطريقة أهلهم أن يتعاملوا مع الأمور اللهوتية بما يليق بها فتقبلوا كل الحقائق الإلهية المعلنة من خلال الوحي الإلهي والتقليد المقدس والتي لا تتعارض مع العقل البشر ولا المنطق وآمنوا بها لأنها حقائق وإن كانت غير مدرقة تماما بالعقل فهي ليست ضد العقل ولكن تسمو فوق الإدراك عشان كده تعاملوا معها بتواضع وأخضعوا عقولهم لها وقوم أن لما جم يتكلموا عن مثل هذه الأمور أحطوها بتعبرات تعبر عن ذلك يقولوا مثلا ما يتكلموا عن الفداء يقولوا سر الفداء التجسد سر التجسد يعني مهما عرفنا عنه مش ممكن هندركه بالكامل أما يجي يتكلموا عن اتحاد اللي هوت بالنسوات يقولوا سر الاتحاد أو يقولوا الاتحاد غير المدرق غير الموصوف ولا سيما أن إحنا حتى في العالم المادي مش كل حاجة مدرقة في زواهر موجودة حتى في العالم المادي ما نقدرش ننكرها ولكن لا يمكن تفسرها على الأقل في اللحظة الحالية في حاجات بدأت تتفسر وتتعرف على مر التاريخ الإنسان نفسه إحنا قلنا بيتكون من روح وجسد لكن كيفية وما هي تتحاد الروح بالجسد مين قدر يدركها حتى يومنا هذا هذه حقيقة معظم البشر لا يختلف عليها في معظم الأديان ولا سيما الشعب المصري حتى قبل أن يدخل في الإيمان المسيحي يؤمن بعالم الروح وأن فيه روح وفيه حياة وفيه بعث وده اللي بيظهر في المعابد والمقابر اللي اهتموا بيها قوي فدي حقيقة موجودة لكن كيفية اتحاد الروح بالجسد شكله ايه تفسير ايه محدش يعرف فلما فلما هنيجي نتكلم عن الاتحاد اللي هد بالنسوت وعايزين نغضعه للمقاييس والتحاليل اللي بنقز بها بقية العلوم الأخرى ما ينفعش فيقوله اتحاد غير المدرك غير الموصوف لكن موجود وظاهره موجودة وعشان كده آه أباء مدرسة الإسكندرية تليهم ما طلعش منهم هاردقة نعقولهم مدربة على التعامل مع مثل هذه الأمور في الناحية الأخرى بقى لما نروح مدرسة أنطقيا لا عايز الناس صحصح شايف ناس بتغمض عن ايه احنا لسه في البداية كانوا متأثرين في مدرسة أنطقيا بفلسفة أرستو الواقعي أو الفلسفة الايه الواقعية ما كانش متافيزيكي خالص كل حاجة لازم يتعامل مع الايه الملموس والمحسوس وهذا المنهج في الفلسفة يصلح جدا 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 في العلوم التطبيقية والتجريبية اللي بتعتمد على المقاييس المادية والحسابات المادية وما إلى ذلك وعشان كده تلو مسأل غرب نبغ في العلوم التجريبية دهيت لكن لم ينبغ في العلوم اللاهوتية الشعب الوحيد اللي نبغ في الحكتين مع بعض الشعب المصري لنتعامل مع كل مجال بما يتطفق معه في العلوم التجريبية محدش زيهم في الطب ولا في الكيميا ولا في الهندسة ولا في كل العلوم التجريبية والأثار تشهد بذلك فعلم الروح تميزه حتى من قبل الدخول في المسيحية وبعد الدخول بقى بقى هم هم آباء ومعلم اللاهوت في المسكونة كلها لكن لما نروح لمدرسة أنطاقيا ونلاقي فيها مبنية على ومتأثرة بفلسفة أرسطو أن لازم كل حاجة تغضع لمقيس ومعايير محسوسة وملموسة فالطريقة ده هي تخليتهم أما جوم يتناول الأمور اللاهوتية يقعوا فيه ارتقاط كتير إزاي بقى يعني موضوع زي اللي احنا تناول ناد أما جوم يوصف اتحاد اللاهوت بالنسوت احنا أبقنا قالوا فيه اتحاد حقيقي المسيح نفسه لو المجد قال أنا والأب واحد والكلمة صار جسدا كل حياة ربنا يسوع المسيح في فترة تجسده تؤكد هذا كان كلامه يقول ليس أحصاد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو فين وهو كان على الأرض التفلة بتاعته كان التشي فيها قوة لهوت اللامسة فهو يقول له على بعضه الإله المتجز هو واحد كل التصرفات كل الأقوال الإله المتجز نقدر نميز الصفات لكن لا نميز لطباقة أما جنب في مدرسة أنطقيا كيفية الاتحاد اللهوت بالنسود فبحسب منهجهم لازم يغضعوا كل شيء بقى للعلوم زي كأن الاتحاد كيميائي فشوف أنتوا مثلا في الكيميا عشان يحصل الاتحاد بين عنصرين لها 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 قواعد المدار المدار الأخير أو كل مدار بيبقى فيه مفروض كم الكترون ما شوف شاطرين ولا لا تمانية صح فقال يتحد مع عنصر آخر فيه سبعة أما يعملوا يعني تكوين مركب يكملوا التماني زي كلوريد السوديوم مثلا فواحد فيه حاجة يعني يكملوا بعض لازم يكون فيه نقص في حاجة وإلا ما يحصلش اتحاد ولما يتحدوا يطلقوا حاجة جديدة يعني السوديوم لوحده حاجة والكلور لوحده حاجة لكن لما اتحدوا مع بعض يكونوا حاجة اسمها كلوريد السوديوم زي المية يد 2 ألف زرة أكسوجين مع 2 ألف هيدروجين الأكسوجين لوحده والهيدروجين لوحده ده حاجة وده حاجة لكن لما يتحدوا مع بعض يدوني المية وعشان يتحدوا لازم يكون نقصين حاجة يكملوا بعض وإلا ما يبقاش اتحاد ده المنطق السليم في الاتحاد بالنسبة للمقاييس المادية المحسوسة للأسف فقا لما جم هيدرسوا اتحاد اللي هد بالنسوت طبعا استلموا الإيمان المسيحي أن المسيح واحد طب كويس قوي الناس البسطة العاديين خدوا الموضوع ببساطة ومؤمنين وعايشين ومبسطين وسعداء ولا شغلهم أي حاجة تاني بعض الناس بقى اللي هما بيدرسوا في مدرسة أنطقيا هناك والمنهج التفكيري بتاعهم كده فبدوا عايزين يحللوا الموضوع فكريا فقالوا يعني المسيح واحد آه آه يبقى فيه حاجة بقى إيه لازم يبقى فيه حاجة نقصة وتكملت بحاجة تاني عشان يبقى إيه واحد طبعا كان واحد اسمه أبوليوناريوس قاعد يفكر في الحكاية ده يا طرق أنهي اللي ناقص اللي هوت مش يقدر يقول عليه ناقص فهيتشطر على إيه الناسوت قال طيب ما هو الناسوت بيتكون من إيه جسد وروح طبيعة البشرية بتتكون من جسد وروح يبقى طالما المسيح واحد يبقى بقى أكيد أكيد اللي هوت حل محل الروح الإنسانية والتحد بالجسد حل محل الروح الإنسانية والتحد بالجسد عمل نوع من المزج طب يبقى كده يبقى هو لو حصل التحد بالطريقة دهية هو الطبيعة البشرية من غير الروح هتبقى طبيعة بشرية طب يبقى المسيح ما خلص الإنسان وبعدين ده هو نفسه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت فطبعا الكنيسة كلها قامت عليه وأدانة البدعة بتاعته وأكدت المسيح له المجد كامل في لهوته وكامل في نسوته وأصبح اللي يقول إن النسوت ينقص حاجة ده يبقى بدعة أبوليناريوس واتحكم عليه في مجمع القوستنطيني برضو كان يرقصه البابا تيموسوس الأول ده قال كده متأثر بإيه بمنهج وفكر مدرسة أنطاقيا أبقنا موعوش في المشكلة دهية قالوا لأ ده ما نقدرش نفسس إذا كنا ما نعرفش نروح بالجسد متحدة إزاي نقدر نعرف إزاي كيف الله اتحاد مع الجسد الاتحاد غير المدرك غير الموصوف سر الاتحاد وده تشبيه من الطبيعة زي الفحم والنار والحديد والنار ما تشبيه هو موجود وفي الطبيعة وبنشوفه لكن منهجهم في التفكير قاد لهذا لهذا الفكر الهارتوقي الكنيسة مشيت فطرة الكل يقول كامل في لهوته وكامل في نسوته ونسوت كامل لغاية لما جه ظهر واحد بقى كلامه معروف كان الفكر موجود اللي بيقوله بس ما كانش ظهر لسه واحد من انطاقيا اترسم بطرق على القسطنطينية اسمه ايه نصور صح انتم مذكرينه هو اسمه نصور فده جه يقوم بشدة ابو ليناريوس ابو ليناريوس ده غلطان ازاي يقول ان الناسوت ناقص وكان ينقصه النفس العاقلة او الروح العاقلة المسيح له المجد اللي هو تتحت بنسوت كامل بس ما قالش اتحت بقى اه الكنيسة كانت بتقول كده لكن هو بقى كان درس في مدرسة انطاقيا فقعد بقى يفكر بحسب فكر المدرسة اللي تعلمه طيب دلوقتي اللهوت بقى مع الناسوت اللهوت كامل والكنيسة كلها صح صحهم هو وحد ينام والناسوت ايه كامل طيب بحسب فكر مدرسة انطاقيا هل كامل مع كامل ينفع يتحده لا قال لا ده يبقى مش اتحاد ده نوع من المصاحبة او الالتصاق الله رافق الايه الانسان ده غير كمان انه ينسب اليه ان هذه المصاحبة البعض يقول انه قال ما تمتش من منذ وجود الناسوت يعني الناسوت اتواجدوا بعد كده تمت الايه اه وبناء على كده في المسيح بالنسباله لا ده طبيعتين واقنمين لكن تقرم وقال انه لكنه بروسوب واحد يعني ايه بروسوب واحد لانا بعمل كده نعم الشكل الخارجي واحد وقال كده اه انا ما اقدرش اقول ان العدرة والدة الاله العدرة دي ولدة الانسان ازاي ولا هي والدة الاله في حين ان الملك نفسه قال لها القدوس المولود منك يضع ابن الله لان الناسوت اتواجد متحد باللهوت ما نقدرش نفصلهم فان كان الناسوت اتخذ منها بالفعل لكن لانه اتحت باللهوت فنقول عليها والدة الاله لكن احنا عارفينها بالفعل ان خدت تجسد منها خد جسده منها وابقنا ادو مثل البابا قيرولوس وبعض البابا دي سكوروس لما بدأوا يرد عليه قال له احنا طبق بشر طبعتنا اللي هي بتتكون من جسد وروح الجسد بتاعتنا بناخده من الاب والام والروح دي من عند الله لكن لما الانسان بيتولد ما بنقولش دي ام الجسد بنقول ام فلان كله على بعض لان صار فيه اتحاد بين الروح وين وبالجسد فبالفعل لان صار فيه اتحاد بين اللهوت والنسوت وان كنا نعلم ان الجسد مصدره الست العدرة لكن لان فيه اتحاد فبنقول والدة الاله كما قال الملاك القدوس المولود منك ليس لانها مصدر اللهوت لكن لانه ولد منها متحدا فصارت والدة الاله فنصور اول حاجة قال ان ما فيش اتحاد حقيقي ولكن نوع من المصحبة او الالتصاق ينتج عنه ان العدرة ما هيش والدة الاله وقسم اقوال المسيح وافعاله ده عمل كده بصفة وانسان عمل كده كالله قال كده كانسان قال كده كالله وهكذا خل المسيح اتنين طب ده احنا شايفينه واحد وكده قال معلش انا اكرم الحامل من اجل المحمول اكرم الارجوان من اجل المترد فيه يعني كاني اللي بيكرم الناسوت بيعتباره حامل للهوت لكن بيتعامل معك ايه كاثنين وما يترتب على ذلك خلي بالكو الحاجات داية خطورتها ان نفهم بيها الكتاب ازاي ما تكون الفكر العقدي مش مزبوط فهمنا للكتاب بيختلف فانقرنا عدرة والدة الاله وانقر الاتحاد ونسب الاقوال والافعال لكل من اللهوت والنسوت على حدة وهنا بقى منتهى الخطورة في النقطة لو تدربنا معاه واحنا ماشيين كده ان هيقسم كل حاجة دا عملها كانسان وده بصفته اله طب لما نيجي للصلب طب مين اللي تصلب بقى يا نصور يقول الناسوت الانسان طب يا ايه قيمة الفداء يقول اللهوت غير قابل للألم طب ما احنا عارفين انه غير قابل للألم ما اللي هو تجسد ليه ما احنا بنوزاق الموت بالجسد لكن لا نتكلم عن الجسد دا قطبيعة قائمة بذاتها ولكنه كنسوت الكلمة كنسوت الله فصارت كل حاجة تنسب للإله المتجسد ارعوا رأية الله التي اقتنها بدمه وإلا ما يبقاش للفداء قيمة ولا معنى وين حرب الشيطان اعظم ما فعله الله من اجل البشر يروح الشيطان هدمه بشوية افكار شيطانية وفي الآخر بقى المسيح بالنسبة له زي انسان حامل الله لدرجة ناس لهم فكر النصور يقول لنا انا محسدش المسيح على حاجة لان انا ممكن برضو ابقى ايه زي يحمل الضغف داخله طبعا ربنا في كل جيل بيكون له شهود ادى حرية للبشر يفكروا زي ما هم عايزين لكن في نفس الوقت يرتب ويدبر ان يوجد من يرد على مثل هذه الشقوق وهذه البدع وهذه الارتقاد فكان موجود في ذلك الوقت مين بقى من الاباء الادسين الحلوين البابا يقول له سعمود الدين وعمود الامان وهو من اروع الشخصيات في التاريخ المسيحي كله كان موهوب لوسيرة حلوة قلتها لاخواتكم لقبل كده لكنها كروتكم فيها ومش هقولها بتعبر عن نشقته ازاي هو كان ابن اخت القد بابا توفيلس انا هقول حاجة بسيطة قوي البابا توفيلس واخته وهم صغيرين تيتموا مين اللي اهتم بهم ورباهم البابا اساناسيوس الرسولي اتربوا تربية مسيحية جميلة فكبروا الولد كبر ونام في الكنيسة وتدرج لغاية ما وصل بقى هو البابا توفيلس الثلاثة وعشرين اخته تجوزت وخلفت ابن جميل متميز سمته كيرولوس مالوش حد في الدنيا كان غير خاله فخاله البابا توفيلس اهتم بتربيته وكان لقى موهوب قوي فدرس كويس وبعدين بعته في البرية مش عشان يتراهبن لكن عشان يتعلم حياة الفضيلة لان اباء انما كانوش يهتموا بالعلم وبس بالعلم والفضيلة والروحانية ومعرفتهم ما لم تعتمد على الزكاء وبس ولكن بسبب نقاوتهم بيبقى فيه نوع من الاشراق الداخلي زي ما بيقول ربنا يسعى المسيح الذي يحبني أحبه أظهر له ذاتي فكان تلاقي كل معلمي البيعة الدسين كل معلمي البيعة الدسين صحيح مش كل القدسين معلمين لكن كل المعلمين الدسين وفيه فرق بين المعلم والعلماء المعلمي اللي هما يعني سيرتهم نفسها نموذج للتعليم فتميز القديس كورولوس وكان ربنا وهب بصفات جميلة كتير وكان لزوه صوت جميل مجرد بس يقرى الإنجيل إريت لي تفهم المعنى فبعد نياحة البابا توفيليس الكل لأن شعب كان متعلق بالقديس كورولوس بما له من صفات روحية وإنسانية جميلة فانتخابوه بطرك وكان دارس حلو قوي فلما ظهرت بدعة نصور وهو كإنسان طقي محب طبعا في خطأ قدامه ظاهر وفي نفس الوقت في حب الأخو اللي في القسطنطنية اللي بترك بتاع القسطنطنية الناس مش لقي حد تشتكيله بتوع القسطنطنية لما بدأوا يسمعوا نصور بيعلم في الكنيسة كلام ضد اللي هم استلموه وعاشوا به ويقول على ربنا يا صعى المسيح والستة العذرة يعني تعليم مش هي اللي عاشوا بيها فبدأوا فبدأوا يبعثوا شكاة ويشتكوا للبابا كيرلوس فالقديس كيرلوس عمود الدين بدوره بدأ يبعث رسائل محبة لنصور وينقشوا في الحاجات اللي بيقولها لعله يرجع نفسه ويعدل فكره حاول كتير عدة سنوات من اواخر العشرينات لغاية تم الامر عمال يزيد يزيد ونصور متمسك جدا بفكره ومش عايز يتراجع عنه خالص لما حصل اضطرابات كتيرة في القسطنطنية وكان ايام الامبراطور الملك سيودوسيوس الصغير فامر بعقد مجمع مسكوني لان ده مين اللي بيغلطان دلوقتي ده شخص كبير فدع المجمع مسكوني فراح في اصقفة من كل العالم والامبراطور كلف البابا كيرولوس برئاسة هذا المجمع لانه كان معروف بطريقة الاسكندرية اكثر علما ومعرفة من كل الاسقفة في كل المسكونة في ذلك الوقت فراح البابا كيرولوس والدعوة وصلت للكل كان تربطه صداقة بأصقف روما فأصقف حد يصوت بداله بداله يعني يقول مبارس 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 عقلية الان والامبراطور كان محدد معادل المجمع كل الاسقفة بدأوا ميجوا يحضروا وجهزين مين اللي متأخر ومش عايز يجي نعم الصقفة اصقفة 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 اللي هم زيه يعني ايما هو لكن مين حد عنده معرفة كان بترق انطاقيا اللي هو زميله في نفس المدرسة كان اسمه يوحن الاسب بقر يعني معلش كان اسم يوحن الانطاقي فالدعوة جاية من الامبراطور فلازم يروح لكن هو عارف اللي فيها واللي هيجرى فمش عايز ايه يشترك في ال في اليدانة يعني فبدأ يطباط ومعاه حاجة وعشرين أسقف لكن أهم من أسقف كم معاه بقى واحد كده يعني هقول لكم اسمه تحفظوه قويس لأن ده يعني سبب مرارة للكنيسة حتى يومنا هذا اسمه سيقودوريتوس أسقف كورش مش عارف سيقودوريتوس أسقف كورش مش عارفة تعرفة تكتبوها سيقودوريتوس أسقف كورش ده كان القزن بتاع نصور ابن عمه ابن عميته المهم قزن من الدرجة لإيه لزم كده على طول ونفس الفكر بس على أصعب نصور كان يعني أنا كده يتكلم سيقودوريتوس مش دغري فالمهم فضلوا يطبطقوا معاد المجمع جاه وعد أيام كتيرة ويحن الأنطاقي واللمعام جوش ولما لقوا نفسهم اتأخر قوي راح بعت مندبين بلغوا المجمع ان احنا ممكن هنتأخر شوية فما تعطلوش نفسوك وابدأوا انتو ما تعطلوش نفسوك وابدأوا ايه فلما تأخر وبعت المندبين والناس جاية من سفر ومرتبطين بقمات يعني انتعارفين زمان الحياة ما كانش سهلة كده يعني فتم عقد المجمع طبعا كل كتابات القديس كيرولوس عمود الدين اللي كتبها لنصور في ذلك الوقت كانت قدام كل الأسقفة في ذلك الوقت فكان كتب شرح وردود كتيرة على تعليم نصور وكان اهم ما كتب في الكتابات كلها رسالة كتب فيها اتناشر بنت يسموها البنود الاثناشر او الحرمات الاثناشر ليه سموها حرمات لان يقول كده من لا يقول كذا 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 يكون محروم اللي يقول كذا يبقى محرومها كذا يعني طبعا انا مش هشرح لكم مش هفيش متسع من الوقت اللي اقولها لكن الحاجات دي بندرسها في الكرصات المتخصصة لان اللي بادهولكو ده كله ملخص اللي بادهولكو النهار اللي هتاخدوه النهار ده كل اللي هتاخدوه ده مجرد ايه ملخص او مقدمة للموضوع انتو يتقل لكم حاجة طويلة لكن ده اللي بتاخدوه ده يعني ايه الاطار العام للموضوع لكن كل جزئية فيه بندرسها في كرص بياخد محاضرات يعني اول كرص عملنا في الكرصات المتخصصة اخد ست محاضرات غير المقدمة يعني يسوي سبع ايه محاضرات احنا بنلخصه النهارده في محاضرتين مدمجتين المهم طبعا المجمع اه دعا نصور مرضاش يجي فاقواله كلها موجودة تعليمه كلها موجودة مكتوبة وبشهود فالمجمع بعد الفحص والدراسة ادان بدعة نصور واقر كل كتابات القديس قيرولوس فيما يخص هذا الموضوع ان ده هو ايمان المجمع وايمان الكنيسة فصارت قرر رسائله وكتاباته لها قوة المجمع مش مجرد شخص عاملها لا ده المجمع تبناها ان ده ايمان المجمع وايمان الايه الكنيسة وتم عزل نصور لانه تمسك برأيه ورفض ان يعدل فكره ورفض الامتسال امام المجمع فتم عزل نصور وقرر المجمع هذا اول لما يحنى الانطاقي واللي معاه عرفوا ان المجمع اجتمع خلاص وادان نصور حضروا ولما حضروا ووصلوا مش يدخلوا المجمع ويتعاملوا مع القرارات او يدرسوها ويعبروا عن رأيهم او يشوفوا هم عايزين يقولوا ايه لأ هم مش عايزين كده فرحوا عملوا مجمع مصغر ما يكملش تلاتين واحد او اقل كان حوالي ستة وعشرين واربعة او اربعة وعشرين وستة انا ما عليش ناسي الارقام شوية لكن ما يكملوش تلاتين واحد يعني مجمع افاسوس كان كام اصقف متين من كل المسكونة لكن المجمع اللي عملوا يوحن الانطاقي كلهم معاه والباقي اصحاب نصور اللي هم كانوا اتباعوا موجودين هناك فعملوا ايه بقى عملوا مجمع لوحدهم وقرروا عزل القديس كيرولوس وعزل ممنون اوسكوف افاسوس وكان فيه خطة موضوعة بينهم وبين نصور نصور نظرا لانه كان مقيم في القسطنطينية فكان على علاقة وثيقة ببعض القادات القيادات والزباط اللي موجودين في القسطنطينية ان هم يقطعوا الصلة ما بين المجمع اللي في افاسوس يقطعوا الصلة ما بين المجمع وما بين الامبراطور فبعد ما قذروا القرارات عايزين يبعثوا القرارات دي للامبراطور الدنيا مقفلة وكان فيه اتنين بالذات من القادة واحد اسمه كانديديانوس وإيريناوس وخلي بالكم من الاسم التاني ده إيريناوس لها حكايات طويلة بعد كده يعني لكن من الجهة الأخرى يحنى واللي معايا عقدوا مجمع وحكموا فيه على القديس كورولوس وممنون أسقف افاسوس بالعزل ورحوا بعتين قرارات المجمع دي للامبراطور باعتبارها قرارات المجمع ان المجمع عقد وقرر كذا ما شغل اشتان الامبراطور سؤدوسيوس كان أرثوزوكسي وكان مستقيم ويحترم القرارات رغم حبه وتقديره للبابا كورولوس لكن لما القرارات كده اتقابد على البابا كورولوس وممنون أسقف افاسوس وانتحجزوا عشان يشوفوا مصيرهم هيبقى ايه طبعا أباء المجمع خلي بالك يا أولاد أنا بقول لكم على الأحداث لأن هتلاقوا بعد كده في الخلق دونيين يوصفوا البابا كورولوس بحاجات لا تمثل الواقع بشيء بابا كورولوس اتهان هناك منهم لكن أما تلاقوا بقى روايات بعض الخلق دونيين حاجات مغلطات كبيرة 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 وللأسف فيه ناس ما بتبقاش دارسة كويس وتقرها تفتكر ان ده اللي حصل عشان كده احنا بنهتم نعلمكم عشان تفهموا الصح اما تقروا حاجة مخالفة تبقوا فاهمين هي ايه فالأباء في المجمع لما شافوا الموضوع كده اتضيقوا طبعا والفقافسس الدنيا ترجد الله بقى المجمع جايحكم على نسطور يوم يتحجز على البابا كيرولس وممنا نقصكوا في قفس والمجمع صدر حكم بعزل نسطور ايه الكلام ده طب يوصلوا زي الامبراطور الطرق كلها مقفولة عساكر وظباط وقفين منعين اي حد يروح طب وبعدين الموضوع يفضل على كده جات لهم حيلة جابوا راهب طبعا كان الرهبان في اف في اف السوف الكوستنطينية كانوا يحبوا جدا 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 اباء الاسكندرية ورهبانها بل اني استطيعا اقول ان الرهبان في كل العالم كانوا يبجلوا ويوقروا وانظرهم متجهة دائما الى مصر باعتبرها اصل الرهبانة واباء الرهبانة العظام هم في مصر اللي تعلموا منهم الرهبانة فكان قلبا وعقلا وروحا مع اباء الاسكندرية فاباء المجمع جابوا راهب لبسوا لبس شحات كده وجابوا عصايا مجوفة وحطوا فيها قرارات المجمع ودوها للراهب دوت عشان تروح للامبراطور طب هو هيعدي لكن ازاي هيقدر يوصل للامبراطور ويدخل ازاي فكان في اتنين من شيوخ الرهبانة القديسين كانوا في القسطنطنية وكان الامبراطور يحترمهم قوي وكان يروح يزورهم وياخد بركتهم لان الامبراطور سودوسيوس كان من الاباطرة الاطقياء فالراهب خب بعده وطلع على الاتنين دول وكانوا عايشين في مغاير ليهم عشرات السنين لم يخرجوا من مغايرهم حتى الامبراطور لم يحب ياخد بركتهم هو اللي يروح لهم وكانوا مشهورين في البراري كلها فلما وصلت لهم القرارات دهية بتاع المجمع وعرفوا ان البابا كيرولوس محبوس هو ممن وفي ضيقة ان قرارة المجمع مش قادرين يوحد يوصلها للامبراطور فخرجوا من عزلتهم تركوا مغايرهم متجهين مباشرة الى مقر الامبراطور مين الاتنين دول واحد فيهم اسمه دلماتيوس والتاني اوطاخي ما تستغربوش ازبروا لسه التاريخ في حاجات حلوة كتير هتعرفوها دلماتيوس وايه واوطاخي ما اكتفوش ان يشوفوا حد اللي ارحوا بنفسهم طبعا هم خرجوا كل الرهبان يشوفوا مين اللي خرج من المغارة وماشي دلماتيوس واوطاخي رايحين للامبراطور فكل الرهبان خرجوا وراه فكان شبه مظهرة رهبانية الطريق طويل فقدوا طريقهم في التزبيح كانوا عاملين زي خورس كده ويردوا على بعض طبعا ارتجت القسطنطينية كلها وخرج الشعب معهم المهم لما وصلوا والامبراطور شاف الوضع شكله ايه وعرف الحقائق فامر في الحال بالافراج عن القديس كيرولوس وممن أسقف أفاسوس وطلب احضار مندبين من الفريقين تمانية من كل فريق فراحوا تمانية من الفريق ده ومن الفريق دوت تمانية من مجمع افاسوس وتمانية من اللي هو مع تابع يوحنا الأنطاقي طبعا انا هكرويتكم لان في حاجات مش هحكي لكم كل حاجة في حاجات تدرس مع بندرسها في الكورس بقى الكبير شوية بالتفاصيل عشان ما طويلش عليكم يعني المهمة في الامبراطور أقر قرارات مجمع افاسوس لما عارف الحقاق وجاب تمانية من هنا وتمانية من هنا وأمر بعزل نصطور وأقام الأساقف باتريارك بدلا منه اسم ماكسيميانوس وبدأ رجع الأساقف اللي مكانهم لكن أساقفة الشرق اللي هم بتوع عن طاقية واللي معاهم صاروا في عزلة معزلين عن باقي الكنيسة كلها المجمع كله في جانب ليمثل المسكونة كلها وأنطقية وأنطقية لوحدها ببعض الأساقفة اللي فيها في جانب طبعا ماقدرش أقول أنطقية أو الكرسي كله كان كده لأن كان معظم الرهبان والشعب مع الإيمان الأرثزوكسي لكن بعض الأساقفة اللي هم كانوا زملاء نصطور في مدرسة أنطقية وأصدقائه هم اللي كانوا متشبسين بنفس الفكر كله نرجع إلى مكانه وصاروا في عزلة أو في عدم شركة مع الكنيسة كلها تاخدوا راحة ولا نكمل اللي يقول نكمل يرفع عيده اللي يقول ناخد بريك يرفع عيده طب اللي يقول نكمل يرفع عيده تاني قد بعض تقريبا طب أعمل ايه طب اللي فوق ما شفتش اللي يقول نكمل يرفع عيده طب اللي يقول بريك نرفع عيده طب هناخد بريك بس ايه قصير ممكن يكون عشر دقيقة لأننا مرتبط بموعيد أخرى ونرجع على طول عشان اللي بقي أقل من اللي فات بس يحتاج تركيز شعية طيب نكمل موضوعنا احنا كنا وصلنا لغاية فين بقى بعد مجمع أفاسوس بعد لما تقرر اعتماد قرارات مجمع أفاسوس وترسم واحد بدل من الصور اسمه مكسيميانوس وبعدين كل الأسقفة رجعوا الكرسي هم تاني زل الوضع دوت الدنيا استقرت وهديت الوضع في الكسطنطنية استقر البابا كيرلوس رجع مجهد جدا 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 لأن تعامل بطريقة فيها إهانة وفيها ألم وتعب وهو رايح من أجل الإيمان ولكي يشهد للإيمان لكن أتباع نصور اعتبروا أنه عادوا ليهم أنه هو اللي كان متزعم مقاومة نصور أو مقاومة الفكر هم ما كان لهش علاقة بالشخص يعني يقوم وكان مقاومة للفكر وأن المجمع بنى قراراته بناء على الشرحات وتوضيحات وكتابات القديس كيرولوس فكان مستهدف بصفة خاصة الإمبراطور رغم أنه خد قرارات قاطعة في حكم المجمع إلا أنه خد موقف كده يعني التزم الصمت تجاه الشرقيين يحن الأنطاقي ومن معه رفضوا كانوا رفضين قرارات المجمع وصاروا في عزلة ومقطعين من الشركة يعني أو شركة الكنيسة كلها الكلام الكلام ده حصل سنة 431 مر سنتين وفي خلال السنتين دول تدخل تدخل ماكسيميانوس اللي هو بترك القسطنطنية الجديد وطلب من الامبراطور أن يسعى العمل مصلحة أو لم الشمل بحيث يحن الأنطاقي ومن معه ينضم لبقية شركة الكنيسة الجميع الرسولية الممثلة في مجمع عفسوس الامبراطور لأنه إنسان طاقي تجاوب معه وكلفه آآ اتنين من الناس الطيبين أكاكيوس أسقف حلب والقدسة معان العمودي إن يمثلهم في الصلح يعني أو يسعوا لأجل التوفيق بين بتوع أنطاقيا وبين أباء المجمع المسكوني اللي يمثلهم البابا كيرلوس فطبعا راحوا للمخالفين اللي هو يحنى ومن معه فيحنى واللي ما قالوا له ما احنا ما عندناش مانع أنه يعني أن الصالح بس بشرط القديس كيرولوس يتراجع عن كتاباته عشان قال ما قالش هو متهم بكده لما يقول بطبيعة واحدة لإما يقول بطبيعتين يعني ما فيش اتحاد أو اتحاد بقى بالاسم بس لإما يبقى أبو لناري فكان أكتر كتابات القديس كيرولوس المعبرة عن الإيمان الأرثزوكسي بدقة البنود لتناشر فقالوا يتراجع عن البنود لتناشر والحاجات دي ومن الصالح فأكاكيس قصقه في حلب وبعت للبابا كيرولوس وبيقول له راجل طيب بحسن أنه ملوش لف دا ولف دا يعني فقال له دا كده ناس مش عايزة الصالح دا بيضيف إساءة فوق الإساءة يضيف ألم فوق الألم أنا كتاباتي كتبت بحق وتعبر عن الإيمان الأرثزوكسي فإزاي تراجع عنها يعني يعني نتراجع عن الإيمان ولما تراجع عنها تبدأ نصور حكم عليه بناء على هذه الشروحات يعني كأننا حكمنا على نصور ظلما وعدوانا وكأنه هو صح وإحنا الغلط بنتراجع عن ما كتبنا وهو اللي صح إزاي هو ده صلح ولا إضافة إساءة للإساءات اللي تمت فطبعا الكلام ده وصل وكان في واحد من المسؤولين الإمبراطوريين اسمه أرستولاوس مفوض من الإمبراطور يمثل الإمبراطور في متابعة هذا الموضوع فطبعا أرستولاوس واعي وفاهم الناس دي شكلها إيه ف عارف إن شكلهم دول مش بتوع صلحة ولا غيره دول الناس يعني عايزين يعني يستمروا في نفس الغيهم وفقرهم مش عايزين صححة وضوهم فبدأ يلمح إن أما راحل أو باعت للبابا كرولوس البابا كرولوس قال إنه ما عنديش أي منع من الصلح بس على أساس الالتزام بقرارات مجمع أفاسوس لكن إنه ألغي كتباتي أولا كتبات دي بقت ما تمسش البابا كرولوس بقت تمثل المجمع لأنها خدت قوة المجمع فالممكن أن يقبلوا في الشركة بشرط أن يخضعوا لقرارات المجمع غير كده أنا هتنازل عن كل الإساءات الشخصية والمتعب الشخصية اللي شفتها من أجل الله لكن يلتزموا بقرارات المجمع ولن يلتزموا بحرم نصور ويعترفوا بأن العدرة والدة الإله وأن كتباتي كتبت بحق ويعترفوا بماكسيميانوس بترك بدل نصور أو قصف القسطنطنية بدل نصور دي كانت شروط المجمع أو قرارات المجمع اللي عملها قال ولا يملك أنه يعدلها لأن ده مش خلاف شخصي ما هوش خلاف شخصي بين القديس كرولوس وبين الشرقيين دول بتوع أنطق ده خلاف بينهم وبين المجمع ما عندوش سلطة أن يقرر حاجة غير اللي أقرها المجمع فالكلام منطقي جدا واضح جدا فأرسل اللاوس بعت الكلام ده ليحن ومن معه اللهم هو قال أن كل الإساءات الشخصية ما فيش حاجة شخصية خالص وكل الألام والمتاعب والإهنات اللي شافها متنازل عنها لكن لابد أن تلتزم بقرارات مجمع عفس اللي هي كذا وكذا وكذا ودي نفس الحاجات اللي على فكرة أن الإمبراطور لما بعته قال له يعمله كده لأن ده المنطقي قال لهم دول عايزين يدخلوا في الشركة مع البقيين خلاص يلتزموا بقرارات المجمع بعزل نصور وباعتراف بمكسيميانس والأخطاء اللي كان حكم بيها على نصور يتراجع عنها فرح لهم يا رسول لاوس بالرد دوت فبدأ الكرة بقت في ملعبهم وبقوا مزنقين لأنهم مهددين بالعزل وفي نفس الوقت مش عايزين يغضعوا فعملوا ايه قالوا خلاص احنا هنفوض واحد من عندنا يروح يتفوض باسمنا مع البابا كيرلوس فاختاروا واحد طيب جدا من الناس الاطقياء الحلوين اسمه بولوس اسقف حمص وراح بنفسه الاسكندرية لما وصل كان البابا كيرلوس مريض ورائد تعبان طبعا الصفر والسجن والحبس والاهانة والضغوط دهيت والصرعات اثرت على صحته وكان في حالة مرضية ما كانش يقدر يقابله اول لما راح فالسمر حوالي يومين وبعد كده قابله البابا كيرلوس واعده مع بعض قال له انت يرديك ايه قال له انا مش عايز اي حاجة انا متنازل عن كل الاهانات اللي حصلت لي لكن يلتزم بقرارات الايه المجمع لان الخلاف مش خلاف شخصي ده هما دلوقتي مختلفين مع مجمع افاسوس مجمع مسكوني ما هوش خلاف بينه وبين شخص البابا كيرلوس فانا من حقي اتنازل عن ما هو شخصي لكن مش من حقي اتنازل عن ما يخص الايمان وعن قرارات المجمع قال له يعني طيب طلبات المجمع ما يقل له معروفة المجمع حكم على نصور فيحرم نصور وحرم تعليمه وقرن العدرة والدة الاله وان كتاباتي كتبت بحق باعتبار انها تمثل الايمان الارثوزوكسي ويعترف بماكسيميانوس ان جلس مكان نصور يبقى في شركة معاه قال له بس كده قال له بس قال له طيب انا اول واحدة وقع لك هات هواقع وراح وقع لما وقع صلى مع في السكندرية البابا كرولوس سمح يدخل في الشركة معاه صلى والدسين كان ما بين ديسمبر ويناير قال له خلاص بقى قال له خلاص بالنسبة لك قال له طيب ما هم مش انا يعني يبقى قال له لا لازم هم اللي ايه يوقعوا القديس كرولوس رفض ان ودي كانت حركة عاملينها ان يخلوا بولوس صفامس يروحوا يوقع وهم ما يوقعوش خالص قال له لا لازم هم اللي ايه يوقعوا قال له اوي بسيط المهم قعد معاه ومبسوطين الراجل وقع وموافق على كل حاجة واتفقوا ان خلاص هياخد ويخليهم يوقعوا على قرارات مجمع عافس قال له بالمرة بقى فيه كان كذا موضوع جانبي كده يعني عايزين نتكلم فيهم عشان الامور تبقى صفيا صفيا بقى كل حاجة بالمر قال له اتفضل قال له ايه رأيك في كتاء رسالة البابا اساناسيوس لباكتيتوس اباكتيتوس قال له طبعا رسالة سليمة مية في المية بس بشرط تكون سليمة ما تزورتش نخلي بالكم كان بعض الهرطقة زمان عشان ينشروا الهرطقة بتاعتهم يجيبوا كتابات لأباء مشهورين معروفين ويلعبوا فيها يغيروا كلمات يحطوا جملة في النص وغيره بحيث الناس قول لما تسمع دي البابا اساناسيوس اه يبقى يؤمنوا بها بكل ما فيها وتنسب لمين للبابا اساناسيوس وللأسف في حاجات من دية بدأت تبقى موجودة وتتنشر حتى حديثا يقول لك دي مخطوطة قديمة هي طبعا قديمة بس هي قديمة في التزوير الناس ده البابا كيرولوس الكل هي آه ما حنتش يقدر يتكلم عشان كده تكون وعيين ان مش كل حاجة تنسب للاباء نقبلها من مصادر خارجية من بره ما لم يكن لها اصول او ما يمثلها عندنا او لا تتعرض مع ما هو موجود عندنا فالموضوع ده الاولاني اول لما قال له قال له لو زي لو ما تلعبش فيها طبعا مقبولة قال له انا معي نسخة منها قال له هاتها وانقارنها بالنسخة الاصلية اللي عندنا جابوا الاتنين وحطوهم مع بعض لقوا الرسالة دي ايه فيها تزوير قال له يا قال له يعني احنا ممكن نديك نسخة من اللي عندنا فنسخ لوحدة وادهال وقال له طبعا كل ما فيها نؤمن بي قال له طب قوي سأول ان هم ادوني الرسالة دي وقالولي شوف رأيك فيها ايه بعتبر ان هم ايمانهم زي الايمان اللي موجود فيها دوت يعني هم موافقين عليها قال له انا موافق على اللي عندنا اللي خد منها ايه نسخ ادي اول ايه موضوع قال له طيب كان في اربعة حرامهم ماكسيميانوس اسكو في القسطنطنية او بترك القسطنطنية من خلال مجمع مكاني عايزينك تديهم الحل بحيس بقى الفرحة تكمل والكل يبقى فرحان ومبسوط قال له الله ازاي الكلام ده ناس اتحرموا من القسطف او البترك بتاعهم بمجمع انا اديهم الحل على اي اساس قوانين الكنيسة لا تسمع بذلك اللي حرم هو اللي يحل اولا سنين هم اتحرموا لاجل اخطاء الاخطاء ده ازاي بقى فيه اخطاء موجودة وانا احلهم مش ممكن قال له بصراحة عندك حق يبقى ادي تاني ايه موضوع يعني مواضيع عمال يتكلم ايه فيها قال له طب فيه موضوع تالت بقى يعني ايه عايزين ناخد رأيك وكامل في نسوته ان الطبيعة تشمل كل واحدة لكن تشمل كل الخصائص اللاهوتية والنسوتية لللهوت والنسوت ان الصوت مش ناقص بالعكس اللاهوت اتتحت بجسد زو نفس عاقلة او روح عاقلة ابو لناريس ما قال شي كده والكلام ده مشروح لكن هم مصرين هتقوله طبيعة واحدة يبقى على طول تبقى ايه ابو لناري حتى لو قلنا ده بجسد زو نفس برضو هتبقى ابو لناري مجرد تقول كلمة طبيعة واحدة ابو لناري على طول حتى لو قال كده البابا كيرولوس فقال له طب بس فيه ناس هناك بيتهموك انك ابو لناري فالجماعة عندنا كتبوا كده عرض ايمان يردوا فيه على اللي بيتهموك بالابو لناري بحيس بيدفع عنك يعني بيقولوا لا ده هو ايمان وكذا 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 او بيؤمن بكده فقال له ابو لناري هنقول الجسد مش موجود وتلاشى او مال هو تجسد ليه اصلا فالقدس كورولوس ارى عرض الايمان ده كمين اللي كتبوا مين اللي كتبوا سعودوريتوس فاكرين الاسم ده سو دوريتوس فلقى لكن وفي حمص وفي حمص موجود قالوا بحسب بحسب تفسير بولوس اسقف حمص وبين كلامه هو وبعد هو رد يعبر عن نفسه فيه او او يدافع عن الايمان الارزق سيد اللي بيتهم فارفقه بالرسالة بتاعته قاله لا ادي الرد بتاعه هو وارفقه بالرسالة اللي جياله اللي فيه عرض الايمان ده فيه حاجة تاني قاله لا يعني طب كده بقى قاله لا انا هبعت معك اتنين من الاكليروس معهم جواب الشركة يوقعوا على القرارات المجمع لما يوقعوا يسلموا خطاب الشركة وجاب اتنين من الشمامسة اللي عنده باعتهم مع بولوس اسقف حمص قالهم ما تسلموش جواب الشركة الا لما يوقع على شروط مجمع افاسوس ان العدرة والد الله حرم نصور وتعليمه وبالتالي التعليم القديس كورولوس مظبوطة وماكسيميانوس بدل نصور ماشي بولوس اسقف حمص رجل طيب فرح وكان ارسل لاوس معه من دوب الامبراطوري وارسل لاوس شايف كده ان يعني القديس كورولوس ما كان شعائق في اي شيء تنازل عن كل الاساءات الشخصية وقبل بولوس اسقف حمص في الشركة بمجرد موقع على القرارات وبعت لهم يوقعوا يتقبلوا مع تنازلوا عن كل الايه اه اما كتاباته الكلام ده موضوع اغلق تماما مفيش حاجة اسمها التنازل عن كتاباته كتاباته قطبت بحق وبقت كتابات مجمعية الامر واضح فراحوا الاتنين قعدوا يومين وهناك بيغلوا بقى مش قادرين يفلفزوا مش عايزين يوقعوا الرسول لما لاحز كده قال لهم شوفوا بقى وقعته هيبقى فيه سلام وصلح وشارك ما وقعتوش الكلام ده كان سنة ربعمية تلاتة وتلاتين ما وقعتوش على الامبراطور عدل هقوله اللي حصل بالضبط البابا كيرولوس ما كانش متعنت تنازل عن كل ما يخصه شخصيا وكل الاهانات والإساءات لان الكل كان عارف اهانوا البابا كيرولوس ازاي وازاي تعبوه وهو في افسس ده غير الشتايم والتأولات والاتهمات الباطلة اللي أحطت به ودي كانت حرب نفسية ضده عشان يتراجع ويرجع فهدده من هطل على الامبراطور ويقوله انتوا اللي ايه رفضين الخضوع فيحن الانطاقي وقع وبعض الاساقف معه وقعوا والبعض الاخر ما وقعش خالص الشمام ساخدوا البتاع ده وسلموا جواب قبوله في الشركة ورجعوا للقديس كيرولوس شوفوا بقى تقوى القديس كيرولوس وطيبة قلبه فرح فرح قوي ان السلام تم والصلح تم وبدأ يبعث للاباء ان المجمع عفسوس ان حصل الشرقين بعتوا ووقعوا على القرارات مجوعة هكذا وبدأ يعلن مين تاني بدأ يعلن بقى ان السلام حصل عشان يقبلوه في قبوله في الشركة يحن الانطاقي خلي بالكم من اللي بقوله دا كوي سوا تسرحوا كل حاجة بنقولها لها حاجات مبنية عليها يحن الانطاقي بعت رسائل وخصوصا ثلاث رسائل مهمين نفس النص ونفس النسخة بعتها لثلاثة بعت رسالة للبابا كيرلوس وبعت رسالة للمكسيميانوس أسقف القسطنطيني اللي هو ترسم بدل نصور وبعت نفس الرسالة القسط في روما حكى فيها اللي حصل بالضبط ان هم وقواوا على كذا وكذا وكذا ان حرموا نصور والعدرة والدة الاله وان مكسيميانوس بترك القسط وهكذا يعني الامور واضحة زي الشمس كيف تمت المصالح ومين اللي قال الوقاعة بتاعتها يحنى الأنطاقي في خطاباته للقديس كيرلوس ولمكسيميانوس والأسف روما حصل فرح ولكن يفاجأ القديس كيرلوس بعد قليل محبيه من الأسقف والرهبان والإكليروس والشعب يوجهون له عتاب شديد جدا ازاي تتنازل عن كتباتك وعن الإيمان وتقبل سيغة عقائدية جديدة خلاف إيمانك طبعاً طبعاً هو بحسنية وبقلب صافي حس فكر إن في ناس محبين للشر بيحاولوا يوقعوا ما بين الأباء وبعضيها قال لهم ما تسمعوش الكلام ناس وقعوا ناس قويسين وخضعوا القرارات المجمع ووقعوا عما حصل كذا 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 وحكى لهم على اللي حصل بالإيه بالتفصيل يفاجأ العتبات تتوالى عليه من أسقف كبار إلى أن تيقن وتأكد من اللي بيعملوا هناك أزاعوا إن الصلح تم بناء إن القديس كورولوس تنازل عن بنود الاثناشر ولغاها ولن المصالحة تمت بناء على صيغة إيمانية جديدة والصيغة الإيمانية الجديدة دي قالوها عبارة عن إيه فاكرين عرض الإيمان اللي قالوه احنا نكتبه عشان الشيء اللي بيتهموه كده قالو دي هو دي الصيغة اللي وقعنا عليها فبدأ القديس كورولوس يفاجأ بكده فما كانش يتصور لدرجة كتب في رسائله إن أريد أن أكون بطيء في التصديق إن ممكن يحصل كده قال ما زلنا محتفظين بقوانا العقلية ما وصلتش للدرجة إن أناقض ما كتبت أو ألغي ما كتب وقد كتب بحق أن لم نقبل بيانا من أحد ولم نصيغ بيانا جديدا ولما ألولوا على عرض الحتة اللي بيقولوها دي قال دا كتب الشرقيون يقال وإذن العدرة والدة الإله وقال بالاتحاد ثم أضافوا خلصة بعض التعبيرات التي تظهرهم أنهم لم يكونوا تأنقياء تماما من هزر نصطور لكن دا كلمهم هم مش كلامي أنا لهو لما بعت رده بعت رد خاص بيه قال الشرقيين بعتوا كده لكن أنا ردي كذا 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 دا كلامهم هم وبدأوا يفسروا بخلاف التفسير اللي شرحوا بولوس أسقف حمص وأضافوا عليه بعض التعبيرات أن يقول بأمن بطبعتين وفضل الموضوع دا ينتشر ينتشر والناس إذا معقول القديس كورولوس قال كده الناس اللي بتفهم وعقلة بدأت تبعت عتاب للبابا كورولوس وتلوم وزاي في ناس بوسطة ما عندهمش القدرة للفهم اللهوتي فبدأهم يقولوا الحاجات اللي هم رددوها ومنسوبة للبابا كورولوس افتكروا إن كده الصح القديس كورولوس بدأ يبعت رسائل من أقوى الرسائل اللي أقر فيها بالإيمان بإيماننا بعقيدة الطبيعة الوحدة وفي رد قاطع واضح مانع ضد كل هذه الإدعاءات طبعا الإدعاءات ده هي تركزوا على نقطتين أنا طبعا مش أقدر أشرح لك يا أولاد لكل حاجة دلوقتي لكن أنا بشرحها بالتفصيل أما بندرس في الكورسات المتخصصة صعب عليكم إن نديكم كل حاجة في نفس الوقت وإنتوا لسه يدوب عارفين التعريفات النهاردة وبنشرح في التفاصيل يعني مش هيبقى بالسهل أن أستعبها لكن إن شاء الله بعد ما تخلصوا الإعداد خدام ممكن تدخله فاللي حب يدخل في التفاصيل هيلاقي تفاصيل دقيقة يعني المصلحة داية لوحدها خدنا فيها ست محاضرات فصصناها بالتفصيل فبدأ يرد لدرجة الرسائل اللي رد بها ما زال الخلق دنيون لغاية دلوقت يقولوا إيه إن في رسائل أصحاب الطبيعة الوحدة يفهموها خطأ للقديس كورولوس كأن احنا مش فاهمين وهم اللي فاهمين وإيه كويس وما زال هذا الإدعاء بأن مصالحة ربعمائة تلاتة وتلاتين هي فيه صيغة صيغة مصالحة ما زال يرددوه إلى يومنا هذا عشان كده قلتلكم أهمية موضوعنا في الأول إن خلاف ما زال قائم حكاية اللي اتهم بأن فيه صيغة مصالحة في ربعمائة تلاتة وتلاتين ما زال يردد إلى يومنا هذا وللأسف في البعض يقرأ ويردد يعني ما يكونش عارف التفاصيل الاتراب بدأ يزيد وفي ناس وقعوا على المصالحة أو على القرارات زي ما قلنا وفي ناس ما كنوش وقعوا خالص فكان بدأ الامبراطور هياخد موقف ضد اللي هما ما رضيوش يغضعوا لقرارات المجمع خالص فلما خلاص هيصدر حكم فقالوا خلاص نوقع نوقع فاستغلها البابا قيرول أسبوع قال لهم لا مش هكتفي المرة دي بالتوقيع بس ده كتب صيغة إيمانية بقى بحق وحقيق صرح وأكد فيها بالإيمان بالطبيعة الوحدة وحطاها شرط للتوقيع مع قرارات المجمع حرب نصور والحاجات اللي قلناها والصيغة الإيمانية ده هي الصيغة الإيمانية ده أنا جمعتها منهم من كتبتهم هم فالدنيا تقفلت عليهم شوية بدأ شرح بالتفصيل المصالحة تمت إزاي وكتب صيغة إيمانية محددة فيها تصريح واضح بالطبيعة الوحدة فبدأوا يعملوا حيلة أخرى جابوا كتابات أسزة نصور واحد اسمه تيودور وسيودور اللي هو نصور اتعلم على أديهم وبدأوا ينسروها باعتبار ان دول كانوا قبل نصور وقبل حكم مجمع عفاسس فبالتالي ما كانش فيه حكم صدر ضدهم فبدأوا ينشروها فطبعا البابا يقول له سعيش أيامه فعذاب يا أولاد صدقوني يخلص من حاجة يطلعوله بحاجة ايه تاني فطبعا بدأ يرد على الحاجات دهية ويعلن رفضوا ليهم لقم تعب عدة أنا هكروتكم شوية في حاجات يعني مش أقولها بس عشان تبقوا عارفين يعني فضلوا يعملوا خطة أن من خلال كتابات اللي هي الأسازة نصوري ينشروا الفكر النصوري وبدأ وبدأ كل أسقف كرسي يفضى يهتم أن يحط بداله واحد له نفس الفكر بتاعه لدرجة كان فيه واحد قديس اسمه رابول أسقف الرهى اتنيح وكان صديق للبابا كرولوس ويحبه فراح وجابه واحد بداله أكتر من نصور اسمه هيبة عمله أسقف للرهى وفضل يكتب كتابات فيها إساءة للبابا كرولوس الموضوع عمال يتوسع فيه خدع وكذب والتواء لدرجة البابا كرولوس أجهد فخلى تلميزه كتب رسالة لبطر العصق في الكسطنطينية قال له شيله شوية مع معلمي قال ما حد ش وقف معاغر وطاخي جي بعد كده ماكسيميانو ازاق انتقل وجي واحد بدل منه اسمه بروكلوس كويس سودوريت سودوريتس اسقف غورش عمال يقود نشر هذا الفكر كان هو اللي متزعم كل الحاجات ده سيد ينشر هذه الادعاءات وينشر هذه الكتبات ويرشح للرسامة هذه الشخصيات صحيين ظل هذا الامر الكديس كورولوس عمال يكتب ويدافع الغيط المجاز سنة ربعمية اربعة واربعين وربنا قال له كفك تعبا ورحل بعد ان جهت كثيرا في سبيل الايمان رحل الى السماء ليجاز عن كل جهاد وطعب جيب داله مين بقى وبعده القديس ديوس كوروس بطل الارثوزوكسية العظيم وكان من تلميذه لكن كانت التاركة سقيلة الغيوم ملبدة ومحاط بالمؤمرات والإدعاءات ففضي العمال يتابع المسيرة بتاع البابا كيرلوس وهم عملين يرسموا السقفة ناصطرة لدرجة وصل الأمر طبعاً انتقل بروكلس بأسقف القسطنطينية وترسم واحد بداله اسمه فليفيانوس خادع للفكر لمدرسة أنطاقيا وللمجموعة دهيت بعد شوية مات يوحن الأنطاقي وابن أخوه استولى على الكرسي بدون رسامة كده ومين اللي أيده سقودوريتوس وكان يقول له يا أبي وعمل له ألايا معاه هناك في أنطاقيا مقر وكان مين يعتبر اللي بيدير الكرسي بالفعل سقودوريتوس زمنه ازاي كان يعني شخصيته ضعيفة جدا فعمال شغال زي المكوك رايح جاي لما تنيح البابا كيرلوس سقودوريتوس وهيبة اسكفرها كتبوا كلام فيه اهنة للبابا كيرلوس قالوا أخيرا مات الفرعون الأشرار بعمروا كتير طول كلام ما يقولوش حتى الناس اللي في العالم العاديين لما ييجي لحظة الموت بتحترم الموت لكن أهنوا فيه البابا كيرلوس وكان يقولوه عليه المصري كان عندهم عقدة من مصر ومتلك سقودوريتوس فيها فليفيانوس مين ما أثر عليه ساودوريتوس وانتاقيا فيها ديماس مين اللي مسياره سقدوريت سعمال يولع الدنيا للدرجة جابه واحد رسمه اسقف تاني على صور تتعجبه يرسمه مين اما شوف فاكرين ولا لا اللي هيفتكره هيبقى شطر جدا ويبقى يعني صح معايا رسموا واحد اسمه ايريناوس اسقف على صور الاسم ده انا قلته من شوية مع الامبراطور ايه الاتنين اللي عينهم الامبراطور اللي متابعت اه بس هو ما كانش معينه كان كان ديديانوس اللي كان متعينه ايريناوس تطوع عشان يقوم بالواجب مع نصور وكان متجوز مرتين يعني رسامة باطلة بكل المقاييس لكن كل مؤهلاته انه وافي جدا لنصوره وافقاره رسموه على صور كل دا والبابا ديسكوروس بيتابع وصوريتوس زي المكوك داخل خارج من هنا مين كان وافي للقرس الاسكندرية والرهبان في الكوستنطنية وفي انطاقيا وفي كل المكان الحي فكان اطاخي لما كان دينيا وعند الامبراطور ايضا فلما البابا ديسكوروس شايف سوء دوريتوس رايح جاي وقال بالدنيا فاطاخي تدخل في الموضوع ووصل الموضوع للامبراطور فالامبراطور امر بتحجيم سوء دوريتوس امره انه ما يخرجش خارج نطاق وبروشيته اللي بيوديك الكوستنطنية وانطاقيا وهنا وهنا خليك في قلب ايه وبروشيتك فكانت خبطة جديدة وبدأ الشوكة بتاعتهم في الكوستنطنية تبقى امين وطاخي بعد شوية هيبة اللي اترسم بدل القديس رابولا واهان البابا كيرولوس في كتاباته كتابة لماريس الفارسي واعد يوصف البابا كيرولوس بكلام مش كويس وكتب ادعاءاته بخصوص المصالحة قال اخيرا لنا المصري وطرد نبز الكتابات القديمة وقبل الايمان الارثوزوكسي ومش عارف ايه فهيبة دا كان له بلاوي جاب ناس قريبه ورسمهم واصبح فيه سلوكيات في الادارة الناس كلها بدأت تبعت شكاوي فيه للامبراطور والديمنوس فبعتوا الديمنوس دمنوس نيم الموضوع يعني وطاخي وصل الموضوع الشكوى للامبراطور وتحددت لجنة لمحاكمة مين هيبة بس معادها لسه مجاش ان ناس التواريخ مثلا كان في اكتوبر او حاجة زي كده فاصبح مجمع مجمع مكاني ايه اتهموا بنفس الاتهمات اللي كانوا بيتهموا بها البابا كيرلوس انك بتقول الناس ان المسيح ما خدش طبعتنا فكتب ايمانه سليم فعريضة ويقدمها فيسو يسأل له لا ما تقراش وفيليبيان وصرافت احنا نتناقش طبعا هو كان راهب عجوز لعمره لو اقف على منبر ولا وعز ولا له تعليم ولا له كتابات ولا اي حاجة هو مجرد كان تابع للبابا كيرلوس هو في ايمان الاسكندرية مش متمرس على الجدل ورغم من كده كان متحفز فقال عشان هو عارف انه هيعايزين يوقعوا في اي حاجة فقال اكتب الايه فقال له لا مش ما اكتبش تجاوب على اللي هنقوله لك انت بتقول بتنكر ان المسيح في طبعتين اللي هم اه اللي بقى علمونا انه طبيعة واحدة قبل الاتحاد نقول من طبعتين لكن بعد الاتحاد طبيعة واحدة الله يكده انت بتنكر انه خد طبعتنا انه مش من طبيعتنا قال لهم لا بخد طبيعة امه شوفوا تعبيره خد طبيعة ايه امه طب يبقى طبعتين قال لهم لا مش بطبعتين الاباء ما قالوش كده فقالولي طب القديس كورولوس قال كده في صيغة المصالحة كانوا عايزين بقى يعملوا ايه اللي بيدعوه بخصوص المصالحة ان فيه صيغة للمصالحة معمولة اتخذوا المحاكمة اطاخي وسيلة لاقرار وتقنين هذا الادعاء بقى انه قائنه حقيقة ويدين المن يؤمون بالطبيعة الوحدة في شخص اطاخي قال لهم لا البابا قلوا له اسأل طبيعة وحدة يبقى انت كده بالطلاش اللي لو طالما ما تقولش طبعتين يبقى كأنه ما خدش جسدنا المهم حكموا على اطاخي لانه رفض الاقرار بالطبعتين ورفض قبول صيغة المصالحة اللي هي بحسب ادعاءتهم بيقولوا صيغة مصالحة يعني وزوروا اقواله بدل ما يقولوا ان رفض الاعتراف بالطبعتين قالوا قال ان المسيح ما خدش جسدنا او ان الناسوت ما كانش موجود وتلاشى في اللاهوت وحكموا عليه لما شاف حيثيات الحكم لقواهم مغيرين في وقاء الجلسات وفي اقواله فعمل تشكلت فراح سنة تأكدوا ان اللي موجودين اللي اللي يزبطوا امانهم ان يقبلوا كان بقى فليبيان سودمنوس اما جاء على دمنوس اللي هو كان بعد يوحان الانطاقي قال بطبعتين برضو فهي وعرر للحكم فالقديس سكوروس قال له تعلن قبولكم البنود الاثناشر يعني بيعكس عكس الادعاءات اللي هم قالوا القديس سكوروس نبز بنود الاثناشر قال هل تؤمن بالبنود الاثناشر وتعلن قال له لا ده يسبب بلبلة لو رحت هناك قال الله قال انتو قبلت المصلحة على اي اساس فاتحكم فيها في المجمع دوت على فليبيانوس وعلى دمنوس وكل دول كان اصلا فيه شكاوي وفيه محاكمات ضدهم من قبل المجمع وعلى سؤدوريتس قصقف كورش وعلى يوساب سؤدوريتس قصقف دوريليم كل الرؤوس الشر اللي كانت موجودة اتحكم اتحكم فتني حاجة كنت عايزة ما قلت لها الكوش معلش يعني كل مرة كده بيحصل الواحد يعني ايه لما سؤدوريتس شاف ان كان حجمه مكانته وانه عمالها يتخنق فراح جيري على لاون قصقف روما كان القصقف اللي هو صديق البابا كيرلوس واللي بعده الطيبين انتقلوا وجي واحد اسمه لاون كان يعني مختلف عن اللي قابله فراح له قال له ايه قال له يورديك اللي بيحصل لنا ده ايه قال له زمان القديس بولس الرسول لما كان فيه امر مختلفين عليه فراح لبطرس هامة الرسول يسترشد بيه فانا دلوقتي يجيلك بما انك خليفة القديس ايه بطرس الايمان في الطراب وملتج اليك كخليفة بطرس الرسول لتحسم الامر بدل ما بترق الاسكندرية طايح فينا وطايح في الكل بتوع اسكندرية دول فاكرين ان يعني هما اللي مسؤولين عن الايمان كله ميعرفوش ان خليفة بطرس الرسول هو اللي فوق الكل فالكلام جاي على هوا مين جاي على هوا لاو عندك حق يقول له عندك حق تعيسوا الحق عندك حق انت انت تكتب تحدد الايمان المزبوط وكل كنايس المسكونة تلتزم بي وكل واحد يقف عند حده الكلام الكلام ماشي على ايه على الهوى تماما فانت شايف كده يعني قال له طبعا انت كانش يعرف يوناني ما كانوش بيتدخلوا اصلا عمره ولا واحد فيهم حضر مجامع خالص كان المنصب سياسي اكتر منه ديني عند البعض فمين قعد يكتب له بقى الصيغة الايمانية اللي يلتزم بها الكل هم سؤدوريتوس قال له هو يعني شوف الاباء قال له كده ده فكر الاباء قاعد يكتب له ايه رأيك اه لا مظبوط دي بتاعتك انت اللي كاتبها وتتبعت للكنيس كلها والكل يلتزم بيها طبعا في الوقت ده كانت حكم على سؤدوريتوس بعد كده كان الصيغة دي تكتبت بالفعل ولو انبعتها مع مندوبين وحضروا مجمع افاسوس والمندوبين بتاعوا قالوا معنا رسالة من لاون فالقديس قال لتقرأ رسالة اخينا لاون فالسكرتاريا فالمهم المهم المهم المجمع دو تنعقد في افاسوس اتحكم فيه على رؤوس الشر كلهم في ليبيانس وسؤدوريتوس وهيبة ويوسابيس اسكوف دريليم وديمنوس وكل اللي كان عليهم شكاو كتيرة ومنتظرين الحكم اتحكم وتم حل وطاخ فيه طبعا لاو اندري بكده اتجنن سؤدوريتوس جري عليه شايف شايف اللي حصل يجرى لنا كده وانت موجود فلو ان قال هو بتوع كرسي مريموروس فاكرين نفسهم هم حراس الايمان المسيحي في الشرق فبدأ بعت الامبراطور سؤدوسيوس رسائل يوصف نفسه بيها بانه خليفة بطرس الرسول رئيس الرسل وبصفته كده بيعرفوا ان اللي حصل في مجمع افاسوس ده ده مش مزبوط وان كل اللي اتحرموا يتحلوا وفي سيغة وفيه سيغة ايمانية الكل يلتزم بيها وانا بقى طالب بعقد مجمع في ايطاليا طبعا بعت له حوالي مرتين الامبراطور سؤدوسيس يبص الكلام الكلام دوت مدلوش اعتبار فبدأ يغير السيغة شوية بدأ ما يقول انا وانا وانا طلب عقد مجمع فين في ايطاليا لما هدى النبرة شوية الامبراطور سؤدوسيس يرد الايمان في غاية الكمال وكل الاجراءات اللي تمت في مجمع عفص ال449 تمت بطريقة شرعية وامام تحت اشرافه ومحدش الظلم فيها والموضوع اغلق على كده جي بعدين لقى الباب ده مقفول فرح لامبراطور الغرب ومراته وحماته ولا وامه وكان فيه نسب بين امبراطور الشرق وامبراطور الغرب يعني كان امبراطور الغرب واخد بنت سؤدوسيس فبدأ يبعت لهم رسائل فبعت الرسائل ريت فبعتوها لقربهم بقى لسؤدوسيس فرد عليهم نفس الرد انه كونوا مطمئنين كل حاجة مستقرة فيش اضطراب الايمان مستقر وكل الاجراءات اللي اتخدت اتخدت بطريقة شرعية مظبوطة واللي ادينه ادينه بحق وكل حاجة تمت فيه مظبوطة لانه كان بالفعل امتابع كل حاجة الامور ماشية كده فلو بدأ يتخذ اسلوب اخر هو سؤدوريتوس بدأوا يبعتوا رسائل للمعارضة للمبراطور سؤدوسيس المعارضين ليه وخصوصا في سياست الكناسية يهيجوا الناس حواليه الكلام ده مش انا اللي بقوله على فكرة مؤرخين غربيين هم اللي قالوا كده واحد اسمه سيلار يعني قلب النص كده يعني يعدد او يستغل ويسير المعارضة الكناسية لسؤدوسيس لما لقوا الباب مقفول بالنسبة لهم حصل بعديها بسنة ان الامبراطور سؤدوسيس مات وفجأة تغيرت الاحوال ما كانش عنده اولاد اولاد ذكور وهو حتى كان بعت لها شهاد في مصر يسألهم اما بعت الرسول بتاعه ابنه زيوس اللي استشهده مع 49 شهاد انشيخ شهاد و مالوش وريس وكان لي اخت موجودة في دير كحكم عليها لسلوك معين او يعني وقرار تقعد فيه تختلف الروايات التاريخية اسمها ابو الخارية وما كانتش على وفاق قوي مع اخوها الامبراطور سوءدوسيوس فكانت دي من ضمن الشخصيات اللي لاون عمال يبعت لها رسائل هو سوءدوريتوس من قبل نياحة الامبراطور سوءدوسيوس نفسه فكان يشوف مين اللي على خلاف مع سوءدوسيوس ويتعامل معاه بيكون جبهة معارضة قوية ضد الامبراطور اما مات الامبراطور فجأة بالاخرية ديت راح تثبت الدير باللي فيه وراح تتجاوز رئيس الجيوش اسم مارقيان لا علاقة له بالحكم وبال مش من الاسرة الامبراطورية يعني والدنيا ضيارت فأصبحت الفرصة سانحة جدا لتنفيذ طموحات لاون وسوءدريتس المجموعة اللي معاه لاون بيطلب ان المجمع ينعقد في ايطاليا ففوجئ ان مارقيان وبالخرية قالوا يُعقد مجمع في الشرق الله في الشرق يعني في القسطنطنية تبقى الرئاسة مش ليا كان ساعتها بقى بعد فيليبيانوس جي واحد اسمه اناتوليوس ترسم بداله قال يعني اللي هياخد الزعام اناتوليوس مشانا لا يبقى بلاش مجمع فبعت لمارقيان قال له خلاص مش لازم مجمع الحكاية بسيطة ان كل اللي اتحكم عليهم ظلم دول انا هتديهم حل متديهم حل لقبلهم في الشركة واللي ظلموهم يرفعوا التماث لي واذا عذروا توبة يعني ايه نافي عنهم وقد حل بالفعل وقبل في الشركة كل من سؤدوريتوس ويوسابيس اسكوفدوريليوم والمجموعة ده هي فطبعا بلخرية ومرقيان مرديوش لانا عايزين طبعا اللي يبقى عندهم يعني احنا فشلنا يعني نحل مشاكلنا هنا نرحلها للغرب احنا نقوم بالمهمة يعني لكن كانوا متعاطفين مع ايه مع علاهم واللي معاه لانه هم كانوا اصلا ضد سؤدوسيوس بدأ هين عقد المجمع فبعتوا دعوة رسمية للكل عموما تم الدعوة لمجمع ينعقد وقبل ما ينعقد المجمع كان لاون اعطى حل لكل المحكم عليهم بدون واقع حق فاكرين لما بولوس اصف حمص جي للبابا وكيرلوس وقال له في ناس كان بحكم عليهم في مجمع مكاني بواسطة مكسيميانوس وطلبين انك تحللهم عمل ايه البابا كيرلوس رغم انه مجمع مكاني والبابا كيرلوس كان رئيس مجمع مسكوني رفض قال له ما ينفعش ده حرامهم مجمع يبقى هم اللي يحلوهم و حرامهم نتيجة اخطاء تم التحقيق فيها دي بتبين معادل الناس وفهمهم ده البابا كيرلوس عمل كده لو نقد لنفس الصلاحية انه يعطي الحل لكل اللي حرامهم مجمع افسس بحل رسولي بقى من عنده للجميع بل وبيطالب بمحاكمة المجمع المسكوني كمان او ما بيعملوش اعتبار وكان هدف المجمع اللي هو بتاع اللي هينعاكد دوت اللي الساعة ليلاون وما جاش على هواف الاخر انه انعاكد في خلق دنيا مش في ايطاليا حكتين اول حاجة ان يعلن ان الايمان العام هو ما يقرره لاون في الطمس بتاعه وانه يحاكم البابا دي سكورس فحصلت الدعوة وبدأ هم يتجمعوا الاباء من كل مكان وكان في خطة ان مش محتاجين مجمع قوي المجمع يبقى مجرد حاجة اقرار ما يكون لو تم توقيع لكل الاسقف اللي يحضره على طمس لون من قبل المجمع وكانت بالاخرية بنفسها بتقود هذا الامر فتجيب كل واحد على حدا كده توقع فيوقع فخدت توقعات غليبية الاباء من قبل الايه المجمع البابا دي سكورس اتهموا اتهم اخر سقد دورية تصلي معاه قعدوا يهيجوا الملك الجديد والملك عليه لهم ده ما اعلنش انكو جلستوا على الحكم مش معترف فيقو لدرجة انه هما من دولة ايه من بروشية غنية دي كانت مصر في العالم القديم طبعا فكانوا قراروا هذا المهم اول لما وصل البابا دي سكورس وخد معاه ساعتها الانبا مكريس اصقف اتكو وكان رجل بسيط لكن كان قديس فحصل ايه اول لما وصل على الحدود وسمع اني لاون ادى الحل لكل المحرومين والطمس بتاعته مالية الدنيا والكل عمال يوقع عليها ولما ارى الطمس قد لقاها نسخة تبقي الاصل من فكر نصطور وسقدوريتوس فالبابا دي سكورس حرم لاون وحرم الطمس من قبل ما يدخل الايه المجمة ان لاون ارتكب حاجة مخلفة لكل القوانين الكناسية المهم بالخار اخدتهم واحد واحد كده فجيت دور على مين على البابا دي سكورس عشان يوقع فاتفق احنا هنحاول معاي يوقع الاول لو وقع يبقى الدنيا منتهية والمجمع منتهية كل حاجة تمام ما وقعش هنضطر نعقد المجمع لمحكمته بس نحرس ان ما ندخلش معاه في مناقشات بخصوص الايمان ليه بقى ما يخص الايمان هم عارفين ان مش قده فالغلبة هتكون ليه فقالوا نتكلم معاه في الامور الاجرائية الامور الاجرائية دي عرفها المحامين حد محامين هنا يقول لك في الاجراءات يمكن يبطول حكم بسبب بطلان الاجراءات او العكس يعني صحيح فالمهم لما جاه بالخارية طبعا البابا يذكر صغير البقين توقع فرفض قال لها انتو ما شأنك وشأن الامور اللهوتية والدينية دهيت ربنا ادكوا الملك خليكوا في الملك بتاعكوا لكن اختصاص الايمان دي مش انت اللي اتقرروها قالت له خلي بالك كان في واحد عنيد زيك كده ايام امي وانت عارف اين اللي جراله كان تقصد القديس يحن الزهبية الفم كان اختلف مع امها زمان يعني قال له انت عارف اللي جرى لامك ايه نتيجة اقف فالمهم تعدت عليه هي والجنود اللي معاه واضطروا بقى ايه المجمع يبدأ وهتبدأ الاجراءات دخل البابا ديوسكورس هو الاسقف المصريين بص لقى هيجان مندبين لاو والاخرين ده ما يعودش هنا ده يقعد متهم من انتم عشان تقولوا كده انتم مين ايه سلطتكم واتهم وحشدوا في المجمع من لحق لهم في حضور المجمع يعيشوفوا مجمع نقيا اللي هو المجمع الكبير كان حضروا كم واحد تلطين ده كان جمعين حوالي ستمية بقى كل من هب ودب دخل ومش كده وبس حطوا فيه كل المحرومين اللي هما لا يحق لهم اصلا دخول المجمع ولا التصويت فيه غوغائية حصلت فالبابا دي سكورس عشان يهدي دي قال لهم خلاص ما تزع انا ها عقعد هنا ايه هي بقى التهم ازاي تعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما قال لهم من امتى المجمع المسكونية بتعقد باذن اسقف روما المجمع المسكونية اللي انعقدت كلها بدعوة من الامبراطور ابتداء من مجمع نقية الامبراطور قسطنطين مجمع القسطنطينية السعودوسيوس الكبير مجمع افاسوس المجمع المسكوني التالت كان الامبراطور السعودوسيوس الصغير وكان دايما مندوبين اسقف روما بيبقوا حاضرين فالمجمع اللي الفات كان بدعوة من الامبراطور السعودوسيوس وفي مندوبين من قصف روما حضروا المجمع ادي اول اتهام ازاي تحل اطاخي تحللت اطاخي على اي اساس هو محكم عليه الاطاخي قدم اعتراف ايمان ارسوزوكسي سليم مية في المية وبعدين انتو بتقولولي انا ليه لوحدي طب ما ما قلتش أنا لوحدي في المجمع كان في الاخرين مسؤولين اللي هو يوبناليوس وتلاسيوس وكاسقف كتير من اللي حاضرين وقعوا معايا قالوا لكن انت حللته لانه قدم اعتراف ارسوزوكسي لا هو ما قالش كده هو بيقول غير كده قال لهم الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان احنا بررناه على مقال لكن هو جوه ربنا اللي بيحكم على البو هو بيقول غير كده قال لهم لو كان بيقول غير كده ده مش يستحق الحرم وبس والحرم ايضا لو كان بيقول ايه ما كناش هنجمل حد وبعدين ما كلهم وقعوا كده ففي البعض قال اتغصب علينا قال لهم نعم هتغصب عليكم فصار الاسقف المصريين قالوا نعم جندي المسيح لا يهاب الموت اوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد قالوا اخطأنا ونطلب الغفراء اخطأنا ونطلب الغفراء ادي تهمة تاني ايه التهمة التالتة ازاي ما تقراش اه التومس بتاع تلاون قال لهم مرة ثانية بقول ليه بتوجهولي الاتهم لوحدي وبعدين انا قلت مرتين ولكن المسؤولين معايا قالوا في مرسيم اخرى كتير موجودة وما كانش في فرصة من الوقت لقرأتها طب انت حرمت في ليبيانوس في ليبيانوس قال لانه له فكر مش ارثوزوكسي بيؤمن بالطبعتين فبدأوا اضطروا هيدخلوا في النقاش الايه اللهودي طب ولون بيقول ايه لو انقال طبعتين الله طب دا كلام وبردو عايزين يجيبوا المصلحة على فكرة دايما يجيبوا السيغة المصلحة يصدروها في كل مكان يعني فالمهم قال لهم انا جاي معايا كتابات الاباء اساناسيوس وكيرلوس وغورغوريوس تقبلوهم او ترفضوني وترفضوهم فبدأوا لما هيفتحوا بقى موضوع الطومس لاون وفكره طبعا فقل طومس يغطو تتعارض مية في المية مع البنود الاثناشر بتاع القديس كورولوس فقال لهم انا معايا كتابات كورولوس ضد ديت طبعا هما ما يقدروش يعيبوا في القديس كورولوس كانت نيح والكل يعرف طبعا سيرته لكن هم من جواهم يتهمو بالأبلونارية وما زال إلى يومنا هذا فالمهم قالوا ايه خلاص ترفع الجلسة وتعقد بعد خمس ايام وتعطى فرصة لدراسة ومقارنة طومس لاون في ضوء البنود اللي اتناشر للقديس كورولوس فما حبوش يدخلوا في جدل لهوتي فأجلوا لايه الموضوع برفعت الجلسة وبدل ما تعقد بعد خمس ايام بعد ثلاث ايام فجأوا ان عملوا جلسة وبيضعوا فيها القديس ايه ديس كورولوس وحطوا في نفس الوقت جنود هو سأل فين القضاء كان فيه يحضر قضاء مدنيين دايما لمتابعة سير الجلسات مش حضرين فبعض الروايات تقول انه ما راحش فعلا رفض انه يعرف يروح وحتى لو كان نوى يروح حطين حراسات حوالي تمنعه من الخروج يعني في كلا الاحوال ممنوع من الخروج فدعوه ثلاث مرات فطبعا ما قدرش يروح فاتحكم على البابا ديوسكورس وحققوا غرضهم وما جابوش بقى سيرة الإيمان والطومس والبنود الاثناشر لا وحكموا بعزل البابا ديوسكورس باعتبار انه دعية ثلاث مرات ولم يحضر ورغم كل هذه المؤامرات وهذه الترتبات والنية المبيتة للخلاص من القديس ديوسكورس بطل الأرثوذقسية العظيم إلا أنهم لم يقصروا أن ينسبوا إليه أي اتهام هرتوقي ولكن وقف أناطوليوس أسقف القسطنطينية وأعلن صراحة أن البابا ديوسكورس لم يعزل لأجل هرتقة أو انحراف في الإيمان ولكن عزل لأنه دعية ثلاث مرات ولم يحضر لأسباب أيضا إجرائية مش لهوتية وأقروا بعد ذلك طومس لوين بدون مقارنة وبدأوا يفسروها بطريقة أنصرية صرف في غياب البابا ديوسكورس لأنه كان في وجوده ما كانش ممكن الحاجات دي تقنى المطومس دا يقر رغم رغم أنه كان لوحده الكل خاف وسكت هو الوحيد اللي وقف لدرجة أنه قال كده لما لقى الكل خاف وتخلى عنه قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلص نفسي عرضوا عليه أنه كل حاجة تنتهي لو وقع على الطومس قال ولو قطعت يدي وسالت دم منها على القرطاص ما وقعت دخلوا بقى في صراعات يجنوا السمار اللي كانوا حسين أن محرومين منها في وجود بابا الإسكندرية بدأ يبقى أسقف روما ياخد لقب بابا وأسقف القسطنطنية يسموه البطريارك المسكوني يبوناليوس اللي هو أسقف أرشاليم اللي هو خضع عليهم خطق يعني لدرجة دخلوا في الصراع لتأسيم الغنائم بعد كده يعني طبعا بمجرد ما صدر القرار ده أعلن حصل اضطراب شديد لم يكن يحسبونه جيدا الرهبان في كل المسكونة ولا سيامة في الشرق سواء في مصر أو في سوريا أو فلسطين الكل صاح صياحا عظيما ورفضوا الخضوع لطومس لاون والقبول وإيمان بيه حصل استشهاد لم يحدث في العصر الوسني يبوناليوس أسف أرشاليم اللي خاف وخضع لقرارات خلق دنيا اللي هو كان مفروض في الرئاسة في مجمع الأفسوس الثاني مع البابا دي سكورس كان قبل ما يروح يحضر المجمع وعد الرهبان اللي هناك والإكلير سألهم لو أنا غيرت إيماني ما تقبلونيش لو رجعت رجع رجع وهو خاي يعني بعد ما خاف وأنكر فرفضوا قبوله قالوا لا أنت مش بتاعنا دلوقتي خلاص أنت اللي قلت كده وإحنا هننفذ إيه كده فبدأت السلطة المدنية تتدخل وهكذا في مصر حكم على القديس دي سكورس بن نفي لجزيرة غاغرة فرافقه القديس مكريس أسقف إدكو اللي هو كان قديس هو واخده معاه لقدسه قال له مش هسيبك هاجي معاك قال له لا روح انت اسكندرية لأن هناك إكليل ينتظرك وبالفعل سمع كلامه بعته مع بعض الطجار فلما راح جواف دي بقى تبع الإمبراطورية ومعهم الطومس لو وقاله اللي هيقبل ده هو اللي هيبقى بطرك مع دي سكورس ففيه أحد اسمه بوروتيريوس هو اللي قابل وكان في وجود الأنبى مكاريس الصفاتكو فصح فيهم وذكر بوروتيريوس ان يعني القديس دي سكورس تنبأ عليه بكده فأحد الجنود رقل ورقلة قاتلة فسقط شهيدا في الحال وتتحققت نبوة البابا دي سكورس من أجله صار اضطراب كبير في الكنيسة كلها كان سبب ورؤوس الشر لاو نوس أدريتوس يساب يسقف دريليم والمجموعة دي اللي من أجل أمور دنياوية باعوا الكنيسة والإيمان الناس لما هاجت مش يقولوا هاجوا من أجل الإيمان يقولوا لا ده عشان نزعات قومية أسباب سياسية لغاية دلوقتي في كتب التاريخ يقولوا ده حاجات كان مش الخلاف اللاهوتي اللاه الأمور واضحة لاوتيا وسليمة دي كلها كانت صورات سياسية لكن أهم ما في هذا الأمر لو تركنا تفاصيل الأحداث ونركز على الإيمان ما هو الذي تقرر في خلق دنيا ده اللي عايزكم تعرفه كويس طومس لاون واللي تقرر في خلق دنيا قالوا إن المسيح له المجد شخص واحد له طبعتين ومشيئتين وفعلين فالتهموا بالنصورية الصريحة لأن لو حطينا اللي قاله نصور جنب اللي قاله مجمع خلق دنيا ما يفرقش فاكرين نصور قال إيه قال بروسوبن واحد طبعتين أكنومين مش كده نصور قال بروسوبن طبعتين أكنومين في خلق دنيا قالوا أكنوم واحد وقف سؤدوريتوس ما هو اللي كاتب بقى قال لهم نقصد بالأكنوم الواحد البروسوبن الواحد فهاشي لنا مبدئيا كلمة أكنوم وحط بروسوبن تلما قال المقصود بإيه بروسوبن يبقى نصور قال بروسوبن في خلق دنيا قالوا إيه بروسوبن نصور قال طبعتين في خلق دنيا قالوا إيه طبعتين نصور قال أكنومين في خلق دنيا قالوا فعلين ومشئتين وهنا أسأل بحسب التعريفات اللي خدناها في الأول خالص الفعل والمشيئة من الخصائص الطبيعية ولا الأوكنومية اللي يقول الطبيعية يرفع عيده اللي يقول الأوكنومية يرفع عيده الأوكنومية صح لأن الفعل والمشيئة اللي بتفرق واحد عن الثاني الطبيعة الطبيعية واحدة ما بتجمع ما بتفرقش فطالما ليه فعلين ومشيئتين ممكن أشيل الفعلين والمشيئتين وحط بدلهم إيه أوكنومين يبقى نصر قال بروسوبن وطبعتين وأوكنومين وخلق دنيا بروسوبن وطبعتين وأوكنومين بس بدل بروسوبن حطين أوكنوم لكن يعنوا بيل بروسوبن والفعلين والمشيئتين لكن يعبروا عن الإيه في ألفاظ جديدة حطوا النصرية في ألفاظ جديدة لكن هي هي طبعا حصل هياج عليهم كتير وبعد كده أحداث كتيرة 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 اتهموا بالنصرية جيت نيح البابا ديس كورس وجيب داله القديس تومساو الستة وعشرين وبرده تنفى ورحناك والمهم عمل مجمع في أفاسوس حضروا حوالي خمسمائة أسقف ووقع عليه بخلاف اللي حضروا وصلوا لسبعمائة أسقف أقر فيه بالإيمان الأرثوزوكسي كان أيام جي إمبراطور تاني اسم باسيليكوس على ما أتذكر لكن حصل بقى أن فيه إيه الاتهام دايما اللي كان بيتوجه لكنستنا أن انتوا حللتوا أطاخي حللتوا أطاخي فجي أيام البابا تيموسوس لغاية دلوقتي أطاخي كان محالل لأنه ما فيش حاجة تدينه حسب طحية المجمع وكده فلما البابا تيموسوس لأن دي شماعة عمليني أنتوا حللتوا أطاخي بقى لكم فكرة أطاخي أطاخي فكرة إيه؟ هو أطاخي كان له فكرة أصلا ده راهب عجوز لا بيقف على منبر ولا بيوعز ولا له كتابات من إمتى بقى له الهيمنة دي والتأثير على الكون كله أنه يبقى كله فكرة أطاخي فين تعليمه؟ فين كتاباته؟ فين عزاته؟ لكن هو كان الاتهام التقليدي اللي أي حد يقوله طبيعة واحدة يبقى أبوليناري وبعد كده قالوها أطاخي وكان هو نفس الاتهام الموجه للبابا كيرولوس ولكن رغم كل هذا البابا تيموسوس بحكمته أما قالوله من تحللته أطاخي قالوهم أطاخي ما قالش حاجة غلط كل المعطيات أو الوسائق اللي عندنا تبين أنه اعترافه سليم وإمانه سليم قالوا لا قال غير كده واسمعناه قال غير كده فعشان يغلق هذا الباب قال خلاص إذا قدت أنتم بتشهادوا أنه قال غير كده فأنا على السعداد أحرم أطاخي نحن نحرم أطاخي بناء على شهادتكم أنتم التي سوف تعطون عنها حسابا يوم الدين نحن في كل الأحوال أطاخي لا يعنينه هو في حكم الله دلوقتي كل ما ينسب إلى أطاخي لا نقبله على الإطلاق سواء قالوا أو ما قالوش الفكر نفسه اللي بينسب ليه غير مقبول عندنا خالص ولا نقول بيه تهمة يعني لا توصفنا أو توصف إيماننا لا من قريب ولا من بعيد مخلفة تماما لإيماننا هذا ما يعنينا كل ما ينسب ليه محروم وما غير مقبول هو إذا كان ألغي كده محروم بناء على شهادتهم زي ما قال البابا إيه تموساوس الستعش فأصبح الحجة اللي ممكن بيقولوها طب خلاص حرمنا أطاخي ما زالوا إلى يومنا هذا يتهمونا بالأولينارية والأطاخية يعني تهمة لم تنتهي طبعا تدخل تداول الملوك في الموضوع كتير مالك ييجي إرثوزوكسي الدنيا تمشي عشان كده يقولك الناس على دين ملوكها يعني واحد تاني الدنيا الغاية ما كان سبب خراب الإمبراطورية الرومانية خربوها على نفسهم وفضل الاتهام موجه لخلق دنيا أنها نصرية زي ما حللتلكوا البروسوبن طبعتين أكنومان وأنهم تجهلوا البنود الاثناشر للقديس كورولوس الغلبة كانت دايما لصالح الأرثوزوكس خصوصا في التاريخ القديم فجي واحد بعد كده بشوية اسمه لوانديوس البيزنطي ولوانديوس الورشاليمي اقترحوا حاجة فلسفية كده لكن غير منطقية عايزين يوفقوا القديس كورولوس على كتاباتهم يعني فقالوا لكن بنفس فكر مدرسة أنطاقيا قالوا ما احنا بنقول المسيح أكنوم واحد وطبعتين ومشئتين نقول لهم ما طالما طبعتين هيبقى لازم يكون أكنومين قالوا لا ما هو أصلا الطبيعة اللي هو أكنوم الكلمة أكنوم الكلمة اتحت بالطبيعة البشرية اتحت بطبيعة ملهاش أكنوم وصار هو أكنومها وبالتالي يبقى أكنوم ايه واحد مش أكنومين طبعا كلام فلسفي غير واقعي ولا منطقي ازاي اتحت بطبيعة ملهاش أكنوم هي الاكنومية في الطبيعة البشرية عبارة ايه اللي بتديه الفردية طب اللي هو تتحت بالطبيعة البشرية كلها ولا اتحت بطبيعة لها فرديتها لها فرديتها يبقى الاكنومية دي يعني ما نقدرش نلغيها فأصبح كلام فلسفي غير منطقي وأصبحنا نقول طبيعة من طبيعتين يقولوا لا ده كده أطخيين أبوليناريين اكنوم من اكنوم ده كده نستوريين الله وإحنا بدون الاكنومين المهم أصبح يتلخص الخلاف ما بيننا وما بينهم دلوقتي في كذا نقطة مفهوم الاتحاد الطبيعي الاتحاد الاكنومي ايه لانهما يخلطوا اللتين مع بعض دايما يتكلموا على وحدة الشخص ووحدة الاكنوم الشخص الواحد الطبيعتين المتحدتين في الشخص الواحد أو الاكنوم الواحد يتكلموا عن الوحدانية كاكنوم وشخص مش عن طبيعة وحتى كلمة كلمة الشهيرة للبابا يقول له الطبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة يفسروها بطريقة تاني خالص يقول له اصلا انتم مش عارفين حاجة ما تعرفوا الشيونان تبقلولنا ايه يقول له ده هو كان يقصد بالطبيعة الواحدة الاكنوم الواحد وده اللي احنا بنقول يا سلام ده كان يقصد بالطبيعة ولما نزبط له من القديس كورولوس كان بيقصد بالطبيعة الطبيعة والاكنوم الاكنوم يقول له طيب ما هو كده برضو يبقى ما كلامنا احنا مظبوط ازاي يقول ما هو شوفه بيقول ايه طبيعة واحدة لله الكلمة دي الطبيعة اللي هو تايه قول متجسدة طبيعة الناس تايه يبقى يبقى يتكلم عن طبيعتين ده غير بقى صغط الاتحاد طيب شوفوا صغط الاتحاد اللي عمل بيه المصلحة في 433 ايه ويصروا ان بعرض الايمان اللي كتبوا صغط دورته ازايه هو صيغة الاتحاد اللي القديس كورولوس وقع ايه عليه فاصبح نقطة الخلاف ما هواش طبعا خلاف سياسي فيه ناس تقول لك ده خلاف سياسي خلاف لفزي لا خلاف لهوتي بيقع في الحاجات ده هي مفهوم المصالحة هي ايه المفهوم الاتحاد الطبيعي الاتحاد الاقنومي مفهوم او تفسير طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد او متجسدة انا عارف ان كاروتكو في الاخر بقول بسرعة لكن ممكن الكلام اللي قلت بسرعة ذكروا على مهلكو بعد كده حتى لو مش ههمينه دلوقتي لكن عشان يبقى قلتلكو يعني الاساسيات كلها ومتأسف طويلنا معكو شوية والله يسامح اللي عطلونا بقى يعني ايه بسبب شاوتهم اذا كان في اسئلة هاخدها لكن مش هجاوبها النهاردة بقى خلاص عشان الوقت تفضلوا نصلي اشتركوا في القناة